اشتركوا في القناة كنا عايشين ببطر وكنا عم ناكل من لحم كتافنا الموت حاجي وطلب صار شعب عم بيموت عالبطيق بس عم بيجرب قدمة فيه طول بعمره انت فنان انت لازم تبع الناس تجي على لبنان عوزوا بالله انا بجيبهم عالبه اذا احنا بدنا نكون بهاي القراءات البلد بتنبيع بعد 24 ساعة هلأ سئلان عنك اذا انت بتلاقي دوة ولا لا انت شاب مخبط يعني بديق نفسي بصير عندي وجع صدر بنمل حكي اللي سمعته حكي قاسي كتير يا عمي انا شفت بعيني اكل ما معنوا يأكلوا حسات ان رجعت لكرانتي بوجودكم عم يجربوا يقعدونا عصابنا تحت مستمع الوطني اللي مش موجودة كل واحد مسؤول عن حاله بهالبلد عايشين ميتين مش شايف عمل بهالبلد انا بعرف كيف ارفع معنوياتي انا رجعت وقت الكل كان عم بفل حلو نوقفنا ونبلش نلاقي حلول احتروا اعصابي والليلة مستعد بفل قبل بكرة القصة بده شغل متواصل عن نفسية ايه ما فشروا يهروا لنا عصابنا مسأل خير كلنا عا أعصابنا ومعظمنا عحبوب الأعصاب ايه هيدا هو الواقع في ناس منفصلة عن الواقع وفي عندك اللي تخدر وعندك اللي هاجر واللي عم بفكر لأنه الحكي عصوت عالي ممكن يكون جزء من العلاج فوق 18 الشعب بعده واعي أما مخدر من هون رح يبلش الحكي وممكن من هون يبلش التغيير بدي رحب الجميع مثل العادة اليوم نضم لإلنا الممثل القدير أسعد رشدين نورتنا بهالحلقة من فوق 18 كتير منحب لما نحكي انه نحنا شعب أو نسأل هل نحنا شعب مخدر تكون معنا حضرتك لأنه غير انك فنان انت إلك باع بالسياسة وصوتك عالي بدي يكون الليلة صوتك عالي إن شاء الله نقدر نظل مخليين وعالي بتقول بالبرومو الترويجي للحلقة أنه هني بدهم يانا هيك يعني بدهم يانا نكون عقع عصابنا وبتقول كمان أنه 90% من اللبنانية ما عندهم وطنية مش حكم مبرم على شعب 90% عم تتهم 90% من الشعب اللبناني أنه غير وطني كما تكونوا يولى عليكم هيدا الشعب أنتج هيدا المجتمع وهيدا الوقت وهيدا البلد مش العكس مش نظام سياسي طائفة معفن أنتج هيدا الشعب وهيدا المجتمع نرجع مين من قبل الجيجي ولا البيضة إذا ما في شعب ما في مسؤولين وحكام بس مين اللي أنتج هيدا الشعب مش النظام السياسي والطائفية مش نظام ينتو الشعب الشعب ينتج نظام الشعب يبي ينتخب نواب والنواب يبي بيعملوا حكومي وحكومي بتعمل شغل وبتعمل نظام وبتعمل دستور وبتعمل قوانين وما بتنفزها وما بتطبقها بتعمل مصالحها بس أسعد عم الدين الشعب يعني هيدا حكم جائر بحق هيدا طبيعي هيدا طبيعي جدا 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 بحق البنانيين اللي قراتي عم بعانوا يعني فوق معاناتنا فوق مصايبنا فوق كل المرقنا المرق علينا من حروب من مصايب وهلا عم نمرق فيه انت جاي عم بتقول الشعب انت الحق عليك اسمحي ليليك شغلة هلا بيقولوا شي اسمه انتفاضة أو صورة أو حركة أو مجتمع مدني أو حركة شعبية أو إلى آخر وين هي وين هي مش هيدا هي الشعب وين هي لا شو خص الحكام فيه اسعد انت اتهمت 90% من الشعب اللبناني انه غير وطني واسعد رشدان تخلى عن الجنسية اللبنانية وين وطنيتك لما تتخلى عن الجنسية اللبنانية معلش بعتذر منك هيدا عم بسألك سؤال اتهامي انا متخلى عن جنسيتي اللي ما بتستهلني انا جنسيتي ما بتستهلني معلش جنسيتي انتي ماء انتي ماء دفتري اذا بدك إلى السلطة حاكمة جنسيتي ما بتستهلني ما بتستهلني يعني وطنك ما بيستهلك ما بتيفوت بجدل شو الوطن وشو الوطنية بس أنا لما بكون عيش في مجتمع أول شي أنا بحدد الوطن الوطن هو مساحة ملموس في أرض فيها ناس وهالناس في واحد مسؤول عنهم حضرتك مثلا هذا ليس وطن هيدا بلد الوطن غير وطن اللي مستعد يموت من شين وطنه هيدا الوطن بس البلد هو مثل كومباوند عايشين فيه عطيني وطن عطيني وطن تموت كرميلو أنا مئة بالمئة نحن ما في بيت حاطت علم لبناني على هيدا بكل بلدين العالم كل بيت حاطت علم بلده بس تحكي كلمة بيقول لك ماي كونتري أنا بس اسمحوني هو مؤفة شغلة عم تحكي وعم يحكي في حدة كلنا معصبين كل الشعب اللبناني اليوم على أعصابه في جزء من الشعب اللبناني مخدر ما عم يعمل شي في جزء من الشعب اللبناني عم بجرب يعمل شي في جزء من الشعب اللبناني يمكن متلك فاطمة منفصلة عن الواقع هلا أنا ماني منفصلي عن الواقع شو؟ أنا لقى تعاطم مع الأمور متل ما بتتعاطم مع الناس أنا بوافق لأستاذ أسعد باللي كان عم يحكيه وبخالف شوي أستاذ كلود لأنه بس موضوع الوطني نحنا مش اللي بيخلق بالبلد يعني هيدا الوطن تعوله خلينا نتفعل هيدا الموضوع مش إذا واحد ربا ولد ببلد معناتها هيدا معناتها هيدا 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 الوطن الوطن يكتسب يكتسب من خلال الحقوق اللي بيشوفه الإنسان عم تنعطل لألو يعني أنا اليوم لما بدي أخلق ببلد شوف ما في شي عم يعطيني هيدا البلد هيدا مانو وطني الوطن هو اللي بيعطي الإنسان اللي بيعطيه حقوقه فما في الواحد يكون بوطن يقول هيدا وطني أنا عم بتخلى عنه خلونا نفصل بين الدولة خلونا نفصل بين الدولة والوطن الغنى بالغرب هو وطن شو اللي عم بنقص عليك وطنك أو دولتك أنا اليوم ما شاكل بتبلش من الصبح يا رابي أنا في اليوم من الصبح أنا ومثل كتير غيري بدروح على الشغل أول شي يفوت تحمم طب إذا بتحمم ماء ما في وإذا فيه ماء ما في طب انا اذا بدي نقتي ما فيني اخسرون. طب اذا لقيت اتياب مخسولة ما فيني اكويون. طب اذا بدي انزل من البيت بدي انزل على الدرج. هولي قصص واقعية بايسيكس عام نحكي بعدنا. بعدنا ما رحنا على المشاكل الكبيرة. طب نزلنا نحنا عالدرج. طلعي بالسيارة ما في بنزين. روحي عبي بنزين بيكتو قفلت ساعات. طب وصلت عالشغل المأخرة خصملك من معاشك. علي انت انت شاب محبط. انت شاب اللي انا بعرفه انه بتعمل بانيك اتاك. بتعمل نوبيك بدي نفسي. بصير عندي وجع صدر. بنمل. بطل قادر ركز شو عم بيصير. بصير حس انه انا كتير ابطأ من المسيرون طبعي. وكمان هيدا الشي بارت له علاقة كتير باربعة قاب لانه انا هلأ حدا بينقز كتير. انا اذا نزلت نقزة قوية بحس بكهربة. بكل جسم. كانوا حدا كهربني. شو اكتر شي بخوفك علي. شو اكتر شي بخوفني. صعب صار قول صراحة لانه صار في كتير ايش بتخوفني. بتروح عند حدا معالج نفسي. حاليا عم بعمل. رحت عند معالج نفسي او معالج نفسي. عمروح بكرا عندي ساشن. كل كل اسبوع بروح مرة. ايه وبيعطوك ادوية ولا بس بتحكي. لكن باول باول فترة رحت عند حدا وصف لي دواء. ايه. اخدتوا منذ ثلاثة شهر. بس رجعت في حدا تاني قال لي انه انت بعدك صغير حرام. انا بكره هالأدوية. ادي عمرك علي. اثنين وثلاثين سنة. اه. فقررت رجعت انه تدرجيا وقف الدواء. اتعامل مع الموضوع نفسيا بالمعال انا اطلع من الموضوع. كلود درس باماركا. وكلود يعني درس باهم الجامعات باماركا واشتغل بالسعودية. ووقت اللي نوجع بلده اجع بلده. ليه انت جيت بالوقت الكل رايح. لاني بحب لبنان بحب طريقة عيشته. بحب المجتمع. بحب العائلة. كلنا منحب لبنان. كلنا منحب لبنان. ايه. بس ازا ما قدم لك خدمات هالوطن شو او هالدولة. بقدم له قدمة فيي وانا بدبر حالي. مش قادر. قادر تعطي. بعمل واجباتي. نحنا منحبه. نحنا منحبه يا استيس كله. لحظة. عائلتي كله. انا عائلتي كله برا. كله كله كله. ليش انا هون. لا. ما بسأل حالي يا السؤال. لا. لانك بتحبه. لانك بتحبه. شيرين انت آآ سيدة لبنانية جميلة عنيقة. آآ مشوف صورك على انستجرام على السوشيل ميديا. كأنه ما في ازمة بنزين. ما في آآ انقطاع دواء. ما في غلاء. ما في مصايب فوق راسنا. انت حلوة بتلبسي ماركات. عايشي حياتك من مطعم لمطعم. من قهوة لقهوة. من جلسة تصوير لجلسة تصوير. انت منفصلي عن الواقع. ايه مظبوط. انا بنت منفصلي عن الواقع. ليه. وعايشي باللا لانت كمان. لقلك ليه. لانو الواقع. مبسوطة. مبسوطة. ايه تعرفي. ليه ليه لانيق. متل ما حضرتها قارث. ليه لقعد نيق. متل ما حضرتها قاعد حدي وعم بنق وقابلين بالواقع. اوكي. طالما الواقع غرقان ب همومو. ومتخدر عنها. ليه لأنا فتع قدتي وسكر الباب. وقعطى الهم. اعطى الهم الواقع لي ما حد لهم حاله. شيرين. شيرين انت اذا طلبت حليب. انفصال على اخوة. تقدر تجيبي. هو اذا اضطر لدوة يمكن ما يقدر يجيبه لابنه المريض الموجوع. شو عم بنق. هيدا واقع. مش نق. اوكي. واللي عم بتقولي هو انفصال عن الواقع. مية بالمية. هو لا لا لا. صح. بس لحظة لانك. وبعدين انا لما عم بروح. بس لحظة لانك. نصنا. وبعد بطهر. بفوت مطعم. اشتري الساك. طبعا انا كمان انا عم بومبوسيت. وعم فيض غيري. صح ولا لا. اه عم بتحرك الدورة الاقتصادية. ايه. بس انت عم تستفز ناس كمان شيرين. لا انا ما عم تستفز حدا. ما معني توانا انا ما بحث بالفقير بس او بالواقع اللي هو متخدر عن همومه. ايكي. انا بس بيقولك شي. انا مش من النوع اللي بتطلق من الناس بتطلق احكام. حقك تعيشي. حقك تلبسي. حقك تشتري اللي بدك يا. بس اليوم نحنا بوضع بنهي من مصريتي ما عم بسرق. اي بس لاحظة. ما علي اذا بتجيد. انا بالنهي عم بصرف من مصريتي. ما عم بسرق. اوكي. ما عم بسرق وعيش. بفرق. بس استفز غز رابيع. انحنا اليوم على سوشيل ميديا. شو اسطفزك بكلام اي. حبيبي ما هي خدا يحكم علي ايهاي حياة الكلام. انا اليوم السوشيل ميديا مفتوحة. اوكي. ما انا نسكت. ايه. ماشيكت حاسبني. روح حاسب اللي عم بسرق. ايه. انا معي. صح. انا معك. صح قام باه. نظل عالصوشال ميديا كل يوم صفرت أكل. هي حياتي وحر فيها. لما ينظل العالم كل يوم صفرت أكل على السوشال ميديا وفي عالم ما مليئ يتيكل، هذا فائد الأحساس. تب تقلتك أنا هيدي حياتي وحر فيها. هيدي حر فيها تعيشها بس ما تفرج العالم عليها. ساشيل ما تفرج العالم على المستوى اللي يعني عالم ما معها تاكل اليوم بلبنان. أنا ما فيني يروح نزل نوع الأكل اللي عم بايكلوا. أنت مبسوطة، أنت مبسوطة أو منفصلي عن الواقع أو فائد الإحساس أو هم تهربة لا، لحظة، لأن الواقع هو مخدر عن هموم، وليه أنا أحمل همه؟ يعني بتكون أصل لمرحلة أخذ إكزاناكس، ليه؟ أنت مبسوطة شرين أو عاملة حالك مبسوطة، عم تهرب من واقع؟ لا، ما عم تهرب من الواقع، تتصوري، بتفرجي أنك مبسوطة لحظة، لأني كمان ما بحث ومثل ما قال فائد إنسانيتي، لا، ما علي بدك لحظة، لي بيعمل خير ما بيحكي عنه، معليه، بأس الفكرة، بأس الفكرة، لحظة حليب ابنه مش مشكلتة، حدني مش مشكلت حدا، سوري، مش مشكلت حدا، سوري، مش مشكلت حدا منكم أنا عيش في دولة، مش معتبر لي في وطن، وفي دولة، هالدولة السلطة هي مسؤولة عني لأنه عم تاخد مني كل شي، أنا هلأ بدي دواء مليون ونص ليرة بالشهر ومليون سبعمائة ألف، تاخد دواء بدو مليون ونص ليرة بالشهر؟ مليون ونص ليرا بالشهر انا هلا دوي منه دواء عصاب ابدا ومفروض انا كان مفروض ايخد دواء عصاب لانه انا لاني ما بياخد دواء عصاب غير مباشر اعملت جلطة ما عندي اي سبب يعمل لي جلطة انا عملت جلطة انت يمكن ضروري تاخد دواء عصاب حتى ما تاخد دواء جلطة او ما يسيبك جلطة هيدا اللي ما فكرت فيه ولا عم فكر فيه ليه؟ بالنتيجة الموت الموت بهيدا البلد الموت حاجي وطلب صار اف 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 شو هالكلام رابعا شو هالكلام المحضر بدي روح لعند المتخصصة المعالجة النفسية انا تركتك للاخر دانيا بتسمعي الكل واكيد يوميا بعياتك بيجيكي حالات مختلفة وبتسمعي هيدا القصص وبعدع اكتر منها نعم الشعب اللبناني عم بيموت اليوم عالبطيق يمكن ايه الشعب عم بيموت عالبطيق بس عم بيجرب قد ما فيه طول بعمره وكل حدا بنسبة متفاوتة وكل حدا عم يطلع بايده اكتر يطول بعمره من التاني يعني انا انا عم بشوف الجميع هون عم رائب عم بسمع شفت الهريان الاعصاب اللي عم تحكوا عنه بدرجات متفاوتة واذا لاحظت يعني فيه ناس اللي عم بتقولوا منفصلة عن الواقع اللي عم بتقولوا عايشي بدينايل مرتاحين يمكن اكتر بسبول التكييف بتاعتهم يعني بتنصح اللي بيجي لعندك تقولين انفصلة عن الواقع اللي هتقدر تكمل مش بالضرورة بدنا نكون واقعيين انا من اللي بيكونوا اجريون على الارض بس انا بتفتش على حرول كيف فيه انا حسن نفسيتي اكتر هيدا اللي بصير بساعد الناس تشتغل عليه لانه الواحد عم بيتحرقص عم بيتحرقص عم تهتري اعصابه اذا هو ما تم بحاله وروأ هيدا اعصابه ما حيقدر يحكي لا بوطنية ولا يضحش لقدام ولا يعمل شي اذا ما نكون واقعيين اليوم 90% او الشعب اللبناني خلينا نقول خدر تعبان موجوع مسدودة لأفق قدامه نعم مخبط حقه كل شي عم يهدينا عصابنا ايه خاصة انه كيف ما بنسمع خبريات ما في شي عم بيبشرك فىw الواحد بده يجربى يسطنبط الايجابية من هيدا الوضع دانيا 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 2000 تشتغلتي عم لي 99% من ايشها م انا ايجابية او ل بتدعى ل الايجابية كيف ما بده يجيبها انا بدي ابتكشن مون حبيب أعملوني مريضة نفسية لما شي سلو истор ساعد الناس حال انها بتكيش موجود فيض الوضع تمنع عندها ديناي. انا ما عندي ديناي. لا لا. انا كتير امبسطت بالتكيف تاعي. تكيف لانه شو بعمل? يفل. وهذا التفكير المزبوط عم نحل مشاكل. ابني بقلي انتي ام غير مسؤولي. ما قاعدتيني ببلد غير امن خديني عبلدي. اه. بقل له. اه شو بتقليله? بقل له ما علي بقل نتحمل لبنان. اوقات بوعده وبكذب عليه. انا ما بكذب بقل له شهر الجاي. لا اللي بعده. بصير بتحجج بالمدرسة. بس انا ما انا ما قادرة اترك لبنان. شعبي عم بيعاني لو اكيد انا مش عم ساعد كل الشعب اللبنان. يمكن عم ساعد شخص بالنهار. او يمكن بالسنة كلها ما بيطلعوا ستين. بس عم بقى مشي. الايجابية كتير حلوة لان بتساعد الواحد يتخطى. بس لما بده يسمع الواحد على الاخبار كل يوم كل يوم كل يوم من نأ. بدا تخلص البنزين بيركد على البنزين. ما هريولنا عصابنا من والاخبار. من الاشاعات يلي بتتلع. نحنا منصدق الاشاعة ومنمشي فيها ومنعملها عالاتنا رحيبنا بقولوا هريتكن الاشاعات. هاي اللي عم تهري لنا عصابنا. بقولوا الدواء بده ينقطع بيصيروا كلهم بالصيدليات. بصيروا كلهم عم بيشتروا الدواء. وقتا بينقطع. ليش? ليش? لانني شعور لعالم الامان. ما فيه دولة. محنا فيه سلطة. انا شفت على التفي وحدي عم تشتري لاولادة تلات كياس حليب مدعوم نيدو. ليه ما بده تفكر بغيرها? ما ما فيي انا اكون انساني عم بحكي بالثورة. وعم بحكي بالفساد. وانا فاسدة. بيقولولي ليه كيف بقى الشطى الحليب? انت باي حق بتاخدي لابنك وابن غيرك? لا. وكل الخبز نحنا في الزين نحنا اللي عملنا أنا ما عملك ما في مشكل اقتصادي بالبلد بس نحنا عم نساعد يا عمي في ناس خيرة أنا بتضيق لما بيصيروا بيقولوا الشعب اللبناني كله ما فينا نحكي بالمجمل في اللي ما عم بيكونوا وطنية بس في ناس عم تشتغل بوطنية في ناس عم بتجرب تدعم مثلك أنت عم بتكون مشاركة دانيا الشعب مخدر أم ويعي بس بدي جاوبيني على سؤال الحلقة ما بعرف النص هيك نص هيك نص الشعب اللي بناني مخدر نص الشعب اللي بناني ويعي نعم ويعيو عم بيخدر حالي انت عم تخدر حالي لا انا ما عم بحكي عن حالي انا عايشوا عايب احكيلي عن حالك رابعة رابعة انا عم يحكي عن الواكني انا منفصلي عنه مشانه هيدا انا بنقهر عايب انتي منفصلي انا بتقير انتي منفصلي ما تقلي لي بنقهر انتي منفصلي انتي بتعرفي انه 30% من انت أم انتي أم يا شيرين وبتعرفي انه 30% من أطفال لبنان عم بناموا جوانين وانتي يمكن عندك ولات بروح على المدرسة عم يطلبوا المدارس من الأهل أنا أسعد للشغل أنا أسعد أنا أسعد أنا أسعد أنا أسعد أنا أسعد كل يوم أنا أسعد أنا أسعد أنا أسعد أسعدهم عملياً حتى يساعدوا هالناس موضوع المساعدة أنا أشاهد شيء إجابي بالبرد أنا شخصية ولا أي شغلة إجابية بالبرد رحيم أنا كنت بالمدرسة وبعدين بالجامعة أنا كنت قرار عندي قرار حتمي ما بغيره أنا ما بتفل برات البلد ما بتفل أنا اليوم وصلت لمطرح أنا أي دولة بتقدم لي أي شيء بحمل حال وفل ولا إيجابية بالبلد رابعة اليوم الاستهداف بس لطبقة معينة الفقير والغنى اللي معه مصاري ما عم بيلاقي دوا طلعا واحد أعطفين معه ملايين أنا بدي هذا الدوا معي ملايين بدي أدفع حقه للدوا ما معيه لون عم بيقول عم بيقول إبراهيم ولا إيجابية موجودة بالبلد أنت بعدك قاعد وشايف مش معنى أنت في إيجابية بس قاعد طبعا لأني أنا مش مزعوج عامل كيف يعني مش مزعوج يريت إلنا كيف يكون الإنسان مش مزعوج اللي عندي اللي بدي إيه عندي إيه والما عندي إيه ما بدي عندك كهرباء 24x24 مش ضرور شو بدي أعمل عندك بنزين هيدا تأكل مش ضرور بس أنا مني مضطر عوز بنزين كتير يعني أنا وضعي غير بس إنه كلاود الدولار بألف وخمسة عندك بنزين عندك مزوت عندك كهرباء 24x24 عندك دوام أمن حبيبتي إلنا كلهم ما بيزعجوني بس مش معناته أنا صح أنا عندي وضع خاص هاو دي أو إشيا أنا بمبسط بس تنقطع بردون والله خليني كافة فكرة تعمل راح انفلج بدي وصل خبرية عمل بالأعصاب لا أنا يل فضل يلك لود عم بسمعك أنا عندي وضع خاص أنا بمبسط بس تنقطع الكهرباء لأني ما بعوزة ليه بطنبسط بحب الروا بقعد عري مش عايزة ايه تفضل اوكي كم عبشي لا شو بعد شو بعد شو بعد شو بعد دوام مش ممكن ما هيك بحي الله حدا بتطلب منه دواء كيف يعني هيك كيف يعني حضرتك صيدة لني فيك تأمني لا لا عيني عم بحكي جارة أقل من عادي ايه طب الأقل من عادي الدواء صار بالنسبة لإله يعني فاتورة الكهرباء حمل الدواء حمل طب على الأد كيف تدو يعيش كيف يكون إجابة يا حوة كان عندي بنت تساعدني بالبيت كان عندي بنت تساعدنا بالبيت لأن بيتي كبير عمرت وقت كنت مرتاح بطل عندك مساعدة منزلي مضبوط أنا قلت الله يا أختي أنا عم بتطيلع أكتر مما أنا بتطيلع أحيان وأيام بقل لكي معك عشرين دولار إلي قلت له تعتبر الشعب اللبناني كان بطران كان عايش أختر هاي هي الكلمة اللي بدي أولها كنا عايشين ببطر كنا عايشين ببطر وكنا عم ناكل من لحم كتافنا من لحم كتافنا وصلنا لوقت ما بقي إلا العظم لا يا حبيدي أكلولك لحمات لا ما حدا أكلني ما حدا أكلني ما حدا أنا أكلت خارج لا لي قالوا أسعى إننا عايشين وهم أنا وضعي مثل وضعك وأحسن ولألكم كلكم آه بس تحتخلي عايشين وهم وخليكم من كلنا عايشين وهم ايه خليني أحكي أنا وضعي أحسن من كلكل معني مصاري كتير لأنه بلانك أخدوهن أرطوهن هلأ أنا أنا عندي ما عايشت قاعدة من أمريكا بحدود ألف وثلاثمية دولار فريش تبتسهم بس تقول أمريكا نعم تبتسهم بس تقول أمريكا ببتسهم؟ أكيد أنا اشتغلت 13 سنة بأمريكا هلأ ما عايشت قاعدة بحدود ألف وثلاثمية دولار أنا اشتغلت 15 سنة عندك ولاق لأمريكا أكتر من لبنان أكيد مئة بالمئة لأنه كلي عم تحكوه هلأ ما حدا مسؤول عن حدا دولي 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 مسؤولي الدولي مسؤولي عم تاخد مصرياتك لا تاخد منك ما في دولي يا أسعد يا خي ما بقى تجيب سيرت الدولي أنت اللي بتجيبها للدولي مش الدولي اللي بتجيبها كيف؟ لحظة أنا مش تسقول عنك إذا بلا إمرأة لقيتك ميت مشوه مخيش مجبول أعطيك ليرة أنا تعبان فيها لحظة لإيش الدولي مستنظر من الدولة تسأل عنك فكرك عتلين همك إذا أنت لقيت دوا أو لا هيدا اللي كان يزدت عليك أنابل أيام الحرب تموت إنت وإبنك ومارتك وهيدا هلأ سئلين عندك إذا أنت بتلاقي دوا أو لا نحنا جينا حكامناهم برقابنا يعني نحنا الغلطانين ما خيئاً رمضي عم ندفع ثمان أغلاق ما هذا اللي هي بس ما خصفوا كلود قال كما تكونون يولى عليكم كلود يعني انت واسعد انت واسعد متفئين علي هيده أكتر حلقة تشوفك محبط شوفك رايق شوفك ساكل وزعلان حزين أنا شايفة يعني قدامي شاب نموذج للشاب اللبناني اليوم بأول عمره بأسس حاله شي كتير بزعل يعني أنا أم وقادر أحس فيك لأنه يمكن أولادي سافروا هاجروا أخدوا خيار الهجرة لأحميهم بس أنت شو أنا عم بسمع الكل أنا بمحل كتير بكتير محلات تغرب رد ردي دايماً بيكون عفا وقبل ما فكر لأنه بطبع بشخصيتي انفعالة بس عوقات بلايه أنه مش مستاهل الرد وهلأ مش مستاهل الرد على ولا واحد بحس لأنه نحن شعب كتير قناني وما منصغي شعوب ما منسمع شيرين حطت حاله بمحل حست حاله أنه متهمي مع أنه ما حدا وجه له وجه له أصبع الاتهام حداً تاني بيقول أنه الشعب عن بناء حداً تاني بيقول أنه أنا رجعت على لبنان لأنه أنا اختياري أرجع على لبنان أصبع نفس الوقت يمكن معه جنسية تانية إذا بتوعي على الحرب اليوم بكرة أول واحد بيكون طاهير فنحن شعب عندنا إزدواجية بالمعايير نحن شعب من مارس العمل الإنساني بس بكتير محلات مش إنسانيين كيف يعني؟ لا أقول لك كيف يعني لما بقول أنه أنا قادر ساعد وعم ساعد وبيكتفي وبروح بعيش خلصت البارت اللي عم ساعد فيه بروح بكفي حياتي مع أنه حقه الإنسان يعيش حياته روح بموت يعني مثلاً شفتي كيف؟ رحت دغري حطيتي حالي كأنه أنا أنا ما قلت لك تموتك لا عم بحكي عن اللي بيعمل هكذا عدنا لما نحنا نحنا أوكي نحنا عم نلوم الدولة الدولة هي السبب بس عم نقعد كل مرة بنقعد بهيدا نحكي بهيدا الموضوع ما منقترح حلول ما منقول تعالي حط أيدي بيدك عندك حلول علي؟ أنا بالنسبة إلي مش أنا اللي عندي حلول الإنسان الطبيعي في كتير حلول وستبس بديهية يبلش فيها من الواحد ليوصل للمية بس أنا كعالي عي تاني ما بمستعد حط أنرجي ولا واحد بالمية يكرمي لهيدا البلد وأنا الليلي إذا بيقولولي سافق مش يأس هيدا البلد ما بيستهلني صح ده يا عمي هيدا البلد ما بيستهلني لحظة شوائق أنا إذا الليلي بيقولولي إجتك فيزا تسافر مش بتب تيابي بترك تيابي بترك البلد بالعافش اللي أنا تعبت لأشتريه وقعب وفرشه وبفل لأنه أنا وصلت لمرحلة قرفت أنا عمري وحياتي بعيشها مرة واحدة أنا المرة الوحيدة بتنين وتلاتين سنة اللي حسات فيها بالانتماء كانت بسبعتاش تشرين وأنا بعد ستة شهر من نومي بالشارع أنا عندي بيت فيني نام فيه بس كنت نام بالشارع لأنه خلص إنفعال بدي عيش مع العالم حسات بالأمل بفرصة استثنائية ممكن نغير أحبتت هالفرصة أحبتت هالفرصة كسرتني كسرت حظاً جداً يأسان ومستسلم وما بقى مسعد أرجع أني أنا أعمل جهة كرميل هيدا البلد لأنه هيدا البلد ما أمن لشيه دانيا بعد اللي سمعتي واللي شفتي وشفت إنفعالاتنا كلها كل واحد نحنا كلنا تحت يعني سقف وطن ونفس المعاناة ونفس الأوجاع بنسب مختلفة وبتعاطي مختلفة كلنا عصابنا اليوم مش واضح نو 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 يمكن أكتر أنا 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 شوف كلنا بس يمكن علي اللي أكتر شي قال إنه قديش عم بتأثر عليه هيدا نفسياً وجسدياً إنه لا يصير معه فانيك أتاكس وإنكزايتي أتاكس وصار عم يسعى لحدا يسنده لا يقدر لأنه لما بيكون الواحد مهرية أعصابه بده يتأثر مش كلنا بحاجة لمساندي وأنا منهم شوفي واللي عم بلقطه أنا يعني مرات بتقوله ما في شي بوزيتف يا عمي طيب ما هيدا لما الواحد بيكون عم بيساعد حدا لما حدا بيبتسملك بيوجك بها البلد لما حدا بيكون عم بيقدم الدولة ما عم بتقدم بتلاقي ناس عم بتقدم عم بتساعد التات الصيدلية اللي عم بتجرب بتأمن لك هي دولة اللي بيعملوا البلد يا عمي مش مس الدولة فخلينا نركز عليهم هولي هالإشياء الحلوة اللي بعد عم نحصل عليها وإلي شوفينا نحنا نقدم بهيدا فخلينا هالنصائح وعاه الإيفابية على الرغم من الوضع القاسي جدا والوافع المرت شو الحل؟ يعني مضع لو في حال ما كنا اليوم أعمل نحن بكثير محلات الظروف الصعبة الفقر البطالة القلق الاكتئاب عدم الشعور بالأمان ولدوا هالأرقام 74% نسبة الفقر بلبنان بحسب الأسكوة واحد من أصل خمس أشخاص بيعانوا من الاكتئاب والإحباط ارتفاع عدد الجرائم 100% بين 2019 وال2020 بلبنان بسبب الظروف الاكتصادية بحسب الدولية للمعلومات 65% من اللبنانيين بيتعاطوا أدوية مهدئة ازدياد متواصل ومخيف بعدد الرجال والنساء اللي بيتعاطوا مخدرات وصلت لـ 233% تضخم بحسب تقرير الوطني لوزارة الصحة اللبنانية هاي دي أرقام مخيفة نتوقف مع فاصل ومنرجع بعد الأعليم طررت تعمل شيء أكتر من أنك تبيع؟ ايه اضطررت صلاة شو؟ تغواجت فضل منا قمنا مثلا ما في بيروت هيدول شو مستقبلون؟ أنا بفضل الإنسان المحترم بانتحر البلد قدمت لك هي اللي عملتك وهي جابت لك مصاري وهي عملت لك بيوت وعملت لك اسم نكملين مشاهدينا فوق 18 بتمنى تشاركونا على هاشتاك فوق 18 على وسائل التواصل الاجتماعي وتجاوبوا على سؤال هل الشعب اللبناني صار مخدر أم بعده واعد؟ يلي بيخوف أكتر شي هو هالتراكم اللي عم نعيشه أزمة ورا أزمة والإحساس إنه ما عنا مرجع يحمينا أو ينقذنا هالقد بصير بكرة مظلم وظالم هالوجه عم خبه بكتير قلوب وبأعصاب كلفة على الآخر نتعرف على أونتوانات أهلا وسهلا فيك يا أونتوانات أهلا فيك حدا بحب الحياة حدا مبتسم عطول شكلك ما شاء الله بيوحي بالفرح وبالحياة مرسي أنت مرتاحة؟ والله بهالقيام لا يعني أنا كنت أزرع السعادة وين ما بروح حقيقة إذا كان عندك هم تجل عندك نسيك إياه من بعد أربع قاب تغيرت نفسيتي الانتجار اللي صار وكيف فكرت ولد بنتي أنا طارو كيف نزلت لتحت أنا حاب ما بعرف شو حملته ونزلته وطلعته ما حسيت عحالي حسيت أنا مني أنا وأنا أكلي بوكس كبير يعني مرض موت عندي بالبيت وبرضه وقفنا عجرينا وقلنا الحياة بدأ أنت برطة أنت أوصبتي بالسراطان صحيح؟ وصهري جوز بنتي توفى كمانا وهلأ بنتي عندي وعنده ولدين صار له خمس سنين متوفى وبرضه للينا نجاهد ونقف عجرينا بس بأربع قاب وخاصة حسينا حالنا متركين حسينا حالنا متركين ما حدا عم بيسأل عننا أنت كنت بالبيت وقتا؟ كنت بالبيت يعني الله خلصنا حقيقتا بيتي كله بدمة كانوا معيك لولاد الزغار؟ لولاد كانوا بعدهم نزلين كانوا بعدهم نزلين الله الله بدي خلصهم مطرح ما بيقعدوا ما فيه ما عندي بيت ما إنه مشكلة البيت بس أنا خاصة أنا عم بقلك بنوع خاص إنه أكل كتير بوكسات وهي دا البوكس خاصة ما أعز من الولد إلا ولد الولد انهرت حقيقة أول مرة بحياتي أنا بنهرت شو صار؟ شو يعني انهرت؟ يعني الصريخ أنا قليلة تنزل دمعتها أنا من النسوين عم بقلك كوميك أنا كوميك يعني قدي بكون عندي مصايب بقلبها يعني قديم لولاد بدي أوي حالي بدي بس لوحدة وحقيقة إذا صار لي ما بيخد حبوب أعصب قديل مصيبة عندنا بالبيت ضليت وقفة ع إجرية هلأ أرجعت لحبوب الأعصاب عم تاخد حبوب أعصاب ما عم بقدير يعني حتى عم بنأز كتير مثلا من وراء لولاد تيتا معاك ثلاث ساعه من قدامي يعني كتير عم بنأز شو صار عندك؟ يعني شو الحالة اللي صارت عندك؟ وهل بتاخد الحبوب الأعصاب من حالك؟ أم رحتي عن طبيب ووصف لكيهم؟ والله من حالة لا حقيقة عم بقلكم عم كذبت لا مش معقول مش معقول هل تاخد شفتها والله مش عالة؟ أفكرة فتحت على نقطة نوت لترباع الشعب اللبناني مش بترباع بس نس كبير من الشعب اللبناني بتاخد بتوصف أدوية ويوصفه لبعضهم سأل مجرب وما تسأل حكيم سأل مجرب وما تسأل حكيم سأل مجرب وما تسأل حكيم أدي خطر هالشي؟ كتير خطر لأني يعني أنت عم بتشخصي حالك وعم بتوصفي لحالك ده وإلي ما يكون أبداً يعني أنت إذا هيدا انفجار بيروت بتحسي هو اللي أثر عليك طبعاً إذا عم تتنقذك لما يطلع الصوت هيدا اضطراب مع بعض الصدمة كتير بيساعدك إذا بتعملي علاج نفسي وهلأ صار العلاج النفسي كتير سريع ما بتعود بالتطولي لا ما تزبوته أنا بحب ما عندي مشكلة يعني أنا شايفتك قبل وأنت كتير بوزيتيف بس مشي ما بيقيدك إذا صار عم تتنقذي لكن المناعة النفسية تاعتك أنت عندك كتير دفاعات نفسية عالية بس هلأ ضعفه لأنه عم بتقولي صار في كذا طوع ورا بعضهم أنت بشر بالنهاية صار عندها فوبيا طبعاً لأ عندها طاقة راح تطاقة شل بخوفك اليوم؟ شل بخوفك أونتونات؟ يعني ببين وبين كنت بخوفني مستقبل أولاد أولادة هيدا أكتر شي بخوفني يعني نمنى مثلا ما في بيروت هيدول شو مستقبلون؟ هيدول عم نربيون أوكي طب يمكن مشيين عالطريق ما بعرف شو يصير ما عنا أمان؟ بتنامي بالليل؟ والله ما عم بنام عم باخد حبة أو قتة حتى نام وقتها بنام ارتحت وهربت لأنه بضلني ععصابي يعني ما كنت هيك ماني أنا يعني تصوري أنا كل يوم كان مساء يروح جاوزة يجي لقيني عاملة زهر شعري صبغة ما قللي نفس أصبغ أنا أطونات ما أصبغ شعري أنا ملكة الموضة إذا بقلك الحلق بيلعب بيت بيوت بشعراتي ما قللي جلادة قالوا لي لأ منك أنت حقيقة بدعي لك بطلت عم تروحي عند الحلق لا 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 ما قللي جلادة يعني مش عم بسمع السشوار عم بنزعج بس تسمعي السشوار تنزعجي يعني صار فيه موضوع عليه أسمع الأصوات تقلك لي لأنه تحت الحلق تحتنا وقت أطلع الانتجار سمعت عنده صاريخ كتير كانت صاحبتي عنده والوليد لأنه عم بتضل باللوعي تابعولي إنه إذا بتفوت عند الحلق ما بعرف شو بدي يصير وأكتر شي على الولاد عم خاف أطونات إذا بدك تظهري من البيت لأوين بتروحي؟ والله ما عم بروح لمحل بطلع عند أختي بروح على الكنيسة وبرجع لأنه بوز جارت في كنيسة الإيمان، الصلاة، ما بريح؟ كتير بريحني وأنا مرة مؤمنة عبقلك أنا المرأة علي ما مرأة على حدان الحمدلله بإيماني بس هالمرة ما بعرف ليش عبقلك الطاقة طبعولي مش إيماني راح الطاقة طبعولي راح قلتي لي كلمة أنا مش أنا شو قوية هالكلمة شو قاسية وصفيني اليوم حالتك؟ اليوم كيف عايشة أنتوانيت؟ أول شي كنت أصهر ما بقى بقدين عم بصهر كنت أسمع أصوات موسيقى حط بالبيت موسيقى يعني ملكة الموسيقى ما بقى أحط موسيقى عم بقلك الولاد إذا بقولوا مرتين الكلمة بعيدو مثلا تيتا غير تيتاني مرة تيتا خلاص يعني بضلني على الأعصابي ما قليش لدي حدا كان عندي الورق روح ألعب بسيانس ورق بحب الورق يعني تصوري طب شو المانعك تروحي ترجعي تقاومي وترجعي لأنتوانات القديمة ما قليش لدي بتصدق يعني ما بعرفي يعني أفكار على طول للولاد خوف رحوا على المدرسة رجعوا ما بعرفي أنتوانات ممكن تتعالج يعني هي إنسانة إيجابية مرأة بفترة كتير صعبة ممكن ترجع أنتوانات القديمة أكيد كيف وما بكتير صعوبة أنت اللي صاير معك مش أنت منقيته شي ما بييدك مرات لما الطراب ما بعد الصدمة هيك بصير الواحد بصير بيتجنب شغلات بصير بيتنقذ بسرعة بصير بيحلم كويبيس بصير بيضلوا عم بيتذكر شو صار وبيصير فيها الخوف احكي لي أنت شو صار معك فاطمة أنا بعد انتجار أربع قاب بعتبر حالي متت هي جسدت اللي أنا عشته بس هي بعدها فيه هل أنا هي وعا بتحكي شو صار معك بأربع قاب خبريني فاطمة أنا بدي اسمع كلكم لأنه هيدي أكتر يعني شي مفصلة بحياتنا صار ما قادرة أحكي بأربع قاب نحنا متنا ماتت تروحنا لأنه بيروت ماتت غير أني أنا مثلا خفت عبنتي خفت عبني فذكرت أنه عم توع فينا البناية بس أنا ما عم بقدر شوف بيروت يعني بيروت شفتها ماتت كنت شوف أرواحي أدامي ما كنت شوف أنه بيروت أزتنا بيروت أنا لقدرت إتحسن أول فترة كنت فوت على الجميزي كنت أبكي وإرجع أبكي وإرجع بعدين لما صرت تساعد الناس ونشيل غراض ونساعد تساعدت بس هلأ بجرد ما هيكي بس أنا ما فيه يبكي هاي المشتري ياريت ببكي ما بتنزل قوي أحسن نبكي هي أفضل لما حللوا الدموع طلع فيهم كتير السموم بطلع علي أنت اليوم محبط محبط أنا بدي خبلك شغلي أربع قاب شو عمل فيك علي أنا شخص ما بحياتي كمان باكي أنا واحدة وثلاثين سنة يعني فقط صديق كتير قريب لألي صار معي كتير قصص ما قدرت إني أبكي بمحل اختنق شد عحالي أعمل كبير بس نما توفت ولدتي من سنة وشوي من بعدها بش خمسة أيام صرت كل ما أفكر فيها أو أي شي بيزعل لم يزور بيزول كأنه كان في بلوك ونزح فأكيد البكي بيساعد بس طبعا بأربع قاب أنا أنا ماشي أنا قاعد ديني كلها ترج حسات أنه هزي أرضيه بالأول بعدين طولت قلت أنه بلشت معقول بينات تكسر يصير في عنا تفتح الأقصر عندي هيدول الصور براسي وأنا حدا تعلمت بعدهم هالصور لا أكيد أنا من فترة شهر ونص قاعد بالبيت الحالي قاعد بحي كثير رواء بالليل بتبرق سيارة مركبة صوت تعمل صوت البيضة أنا فكرت في شي أنا وقبت تركض على الشباك اطلع إذا العالم برا شو عم تعمل إجرائيه ما حمليني طلعت لقيت كل العالم بعد قاعدة على البلندات أنه رواء بعد شوية سمعت أنه عرفت أنه صوت سيارة بس أنا مقدرت حكم بجسم كيف تفعل مع الموضوع إذا حدا بيجي بيعفو رايي بنقز قبل ما كنت هيك ما في مبرر ما عم بقدر أفهم ليه عم بيصير معي هيك عبير أنت وين كنت بأربعة قاب أنا كنت بالشغل بمنطقة الحزمية هلأ ما كتير مطرح ما أنا كان كان الصوت عظيم بيخوف بيرعب يعني ما ستوعبت شو صار بس بعد أربعة قاب أنا بني بقلبي غضب يعني بدل ما يكون في تعاسي أو في بكة أو في خوف أنا عندي غضب غضب على الإهمال غضب على الدولة غضب على الشعب صار عندي غضب على كل شي ما في أحكي بهيدا الموضوع لأن عن جد بحس يعني بدي نتفن للي عملو هالعملة لأن هيدا عملي عمليت بشعب ما بتنعمل يعني هيدا أعظم انفجار كيف ممكن أكبر جرينة بالتاريخ كيف ممكن يعمل حدا عفوا يعني نحنا شعب عم نتعذب إذا بدي قارن شوي كيف هتلر كان يعذب نحنا عم نتعذب صلنا 30-40 سنة هود تعذب وسنتين نحنا صلنا 40 سنة بهذا العذاب النفس شيريين عبير حست بغضب أنت شو حسيته؟ أنا زوجي بيشتغل بالشحن وبينزل على البور بيتردد لتحت الحسنة فبهيدا نهار أنا كنت موجودة بالناده أنا تحت وأنت فوق بتذكر لما سمعت الصوت 12 درجة طلعته ممكن فشخة أو درجتان مسكتا فصرت اسمع انفجار على البور انفجار على البور والتليفون بإيدي فصارت ماما تدقلي أمو تدقلي فما بدي ريد لأنه خفت خفت اسمع أي خبر بس لما هو دق اللي ارتحت عارفتي عاشت بيخوف كتير لا هلأ بنتي إذا بتسمع طرقة الباب ما بتنقز إذا بتسمع راعد بتنقز صار انفجار ماما متل بيروت لا ما عرفتي بعدها لا هلأ نعم أكسال وكبار يعني بعد ما سمعت كل ما سمعت شو وضعنا نحن شخصيلي صوفيلي الوضع للشعب اللبناني يعني هيدا المشترك قلق مشترك اكتئب مشترك صدمات متتالية مشتركة كله عم بيعاني لما يعني سميتي الحلقة انو نحنا خلص عم من عصابنا ما بقى تحمل قدي بدنا ننطلع من هالترومة الجماعية بدا شغل هيدا بدا شغل بس انا اللي بحب قوله عم نحكي كتير على اشياء سلبية يعني اللي اعصابه عم بيحضرنا عصابه تعملت اعصابه على الاخر يعني ايه يا ريت نصير واقع بس بدنا نشوف شو ممكن نعمل بهيدا الواقع شو ممكن نعمل عاتيني تبس انا لما بدي ضلني فكر انو ما في امل قدامي بهالبلد حسير متل علي ناطرة بس اظهر ناطرة بس روح بدي انا استعمل وسائل التكيف اللي فيه كتير عم بيستعملوها لحتى يقدروا بتقولي فصل عن الواقع انا بعدة فصحة عن الواقع وبنرجع لها بدنا نرجع عايشين واقع مريض يعني الناس اللي عم بينفصلوا عم نقول عنهم بيفصلوا عن الواقع هني يمكن عم بينفصلوا اداة من الادوات الصحيحة والصحية اذا كانوا طبعا قادرين ايه لانه هولي اللي قدرتهم عالتحمل بتصير احسن اقوى خاصة الناس اللي عندها العطاق بحتى قدر كمل مابعد بقدر كمل ما في كيب انا بس رتفضل اني قعد بالبيت بس خلص شغل على اني اظهر ما بيقعد بالبيت بس انا هلا افضل روحوا ببيتي مع الحالي بس خلص لا ارتاح لانا حافظ على هيدا البيس اللي انا عين الموضوع هو الانفجار اللي فجر كل شي فينا يعني هو هيدا فجر كل شي فينا اذا بتلاحظي حيالله هدا بلبنان تسأليه قبل اربعة قاب بيجيوا بيكشي بيقلك ايه بتحمل ايه محمل ايه ماشي حالي ايه قدر اقاوم قدر كمل بعد اربعة قاب هيدا الموضوع اختلف كليا منشوف حتى المدام انه اللي كان فرح عايش الفرح كله قدرت ما عايش قدرت تكمل فيه موضوع اربع قاب يعني كان نقطة تحول انا بعد اربع قاب اخد قرار انه ما عايش بدي ايه باب البلد انتوانات شكرا كتير لالك في طرق انك ترجع تطلع ترجع انتوانات القديمة اطفال لبنان برسم الجوع والخوف ومسني لبنان برسم الاهمال والاحباط اكتئاب جماعي ورغبة بالاستسلام وبعدين شاركونا اراكم على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدين على هاشتاك فوق 18 متوقف مع فاصل ومنرجع بعد الاعلان هو انا فكرت انه عم بهرب بالمخدرات انه لانسى واقع معين وشي بس هربت العذاب اكبر صراحة برأيي اللي بنت حر هو يلي يلي جبان مثلي اشتريتي ساعة من اول ناس بتفرجيني اياها فرجيها لحالي فرجيها لأهلي عادي بس فرجيها للعالم يعني انا معتبرهم مثل اهلي فوق 18 وكلنا صرنا عصابنا ولبنانيين بطليعة الشعوب توترا وحزنا بحسب تقرير معهد جلوب العالمي شباب لبنان محتار اذا بفتش على وطن مثل علي بساعة وموحه او بظل مخدر وما عنده الا الامل مثل ما حكتنا شوي دانيا شاب من شباب لبنان الكتار اللي عندهم شعور مشترك بالاحباط وعدم الامان والخوف من بكرة لجأ لعالم المخدرات بهدف النسيان او انه يتناسى بدي رحب بأحمد اهلا وسهلا فيك أحمد بدي بلش انه انت اليوم عم تتعالج صرت بآخر مراحل العلاج صار لك كم شهر تقريباً 8 شهر 8 شهر ادي باعدلك لتخلص شهر شهر الله يقويك احمد احمد كيف بلشت تتعاطى مخدرات اه انا اجمالاً بلشت على عمر كبير بالمخدرات اديك كان عمرك 26 سنة وهيدي اجمالاً حالي ما بتصير قليلة جداً يعني عطول اللي بيفوت بعالم الادمان بيبلش عصغر اه انا كان وضع اجمالاً كتير مرتاح كنت بشتغل المادة كنت بشتغل مصمت مصاري اتجوزت افتحت بيت مع اني بساعد بيت اهلي يعني انا بي متوفى من وراء الظروف الاقتصادية بالبلد اكيد يعني اه صار معي مشاكل انا ومرتي وصلنا للطلاق اه كان عندك ولاد؟ لا ما كان عندي ولاد كان صار لي سنتين تقريباً مجوز انا اجمالاً كنت ما بعرفشي عن المخدر يعني وفجأة يعني نفت كيف تعرفت على المخدرات كبديل كهروب هو انا فكرت اني عم بهرب بالمخدرات انه لانسى واقع معين او شي بس هربت العذاب اكبر صراحة يعني كيف كانت اول خطوة مين عرفك على هالعالم؟ شاب من اصحابي اي شو قالك؟ عرفني على المادة اللي كنت انا مضمن عليها شو هي كانت المادة؟ الهروين مباشرة رحت على المادة؟ مباشرة انضغري يعني انا وصلت لمحال مساء ما فيني ام نتخط قبل ما اتعاطى بعد قدي؟ ماشي شهر وقديك انت تعاطى يوميا احمد؟ وصلت كمية يعني اخر شي وصلت تقريبا بديش تمني جرامات بنهار وانت احوالك المادية قادر تأمن تمني جرامات بنهار؟ كنت قادر أمن بعد سيارتي بعد سيارتي التانية مصلا بلشت بيع فرش بيتي ارجعت رحت اسكنت عند اهلي بلشت بيع فرش من بيت اهلي طريت تعمل شي اكتر من انك تبيع؟ اي طريت صراعا شو؟ روجت فترة روجت؟ اي اي اول مرة بقوله صراحة ازيت غيرك لحتى انت؟ لا انا عشان انا بس شي الحالي يعني عشان انا ما انوجع طريت انزل لهيدا الشي بس انه مش كتير فترة شهر يعني بس طريت اعمله سيد جريمة اي اكيد بعرف وكيف وقفت عن ترويج المخدرات؟ اصلا انا ما كان بدي ايها انا مش هيك انا انسان متعلم مش مخلص جامعة كنت على وشك خلص يعني عامل بعد عندي كان سنة بقى بخلص اوكتوماترست اوكي فانا انصدمت من حالي يعني انا كيف عم بعمل هيدا الخطوة اول شي اهلي ما كانوا بيعرفوا ان انا مضمن فبلشت يختفي اشي من البيت يعني وين عم بتروح فيها وين كذا عندي دان مون عندي دان مون كنت تتر تسرق من باق من اهلك؟ لا مسرقت مسرقت بس انه اشي انا جايبها للبيت شو تعمل فيها؟ اخدها مثلا ديفيدي تيفي صغير لقودتي كذا اخدها بيعا او اعطيها للتاجر يعني في واجع جسدي يعني بيوصل لمحال اذا انت بدك تقومي الصبح ما فيك تقومي توقفي على اجريكي قبل ما تاخده الدوز تاعي ابدا ابدا ما قليك خلق على اهلك ما قليك خلق على حدا يعني مجرد انك بس تاخده الدوز تاعي خلص لفي اون روز بتقومي بتلبسي وحياة حلوة بدونها للمادة ما فيك تعمل شي نحن اليوم احمد بهالجلسة عم نحكي انو البنانيين عاصابهم الشعب اللبناني مخدر وفيه جزء من الشعب اللبناني ينسب كتير عالي عم تعاطى مخدرات بسبب امور كتيرة وبسبب الضائقة الاقتصادية نسيك همومك الاقتصادية؟ اه اول فترة ايه بنسيك همومك بس مش وقت كتير كم سنة تعطيت؟ عشر سنين عشر سنين مدة طويلة اي اكيد جربت يعني تتعافى جربت تتساعد حالك او تطلب المساعدة بهالفترة؟ ايه جربت بالالفان وثمانتاش طلعت عملت اهيل بس ما كملت فلت بعد اربعة شهر ليه؟ اه خلص حسيت انو انا منيح امم وما بينشي وهيدي اجمالا انه هيدا الفخ اكتريت اللي عم بيطلعوا يتعالجوا عم بيقعوا فيه يعني بيطلع بيكون محتر جسمهم بعد الديتوكس بالمستشفى اه بتعرفي اول شهر بيكون ظهر هالسام من جسمك بالشي تاكلة بيرجع الغزاء لجسمك وهيك تنصح اجمالا بيرجع بيورد وجيك فهيدا الفخ اكتريت نوعنا فيه امم انو يلا انا صرت منيح وما بقحق تعاطى وما بعرف شو امم في اللي من المركز دغري اول شي بتعمليه بتحمل التليفون بتدق الابتاجر عشان لما فاهيمك اتغيرت امم وبعديك نفس السلوكيات اللي اكتسبتها من الشارع ومن ورا الادمان امم انا وعالطريق بعد ما وصلت عالبات بعدني ظاهر من باب المركز ديرك دغري 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 تصلت بالتاجر بدك دغري دغري ورجعت دخلت بدوامة الادمان رجعت ثلاثة اربع سنين اللي هلأ ارجعت تلاثة عالبات بنفس النسبة او رجعت اكتر اكتر لوين ممكن يوصل اليوم اي شاب اي صبيه اي انسان يأس من عيشته راح على المخدرات اللي بيفكر انه هي حلوة لكن هي الجحيم ميو ميو بدو يوصل يعني اذا ما ما اوفر عمل اوفردوز ومات بيوصل للحبس بيوصل انه يتشرط بالشارع وفي كتير يعني انا معي 18 شاب بالمركز في منهم يلي مأوفر كذا مرة في منهم يلي انحبس كذا مرة اللي زعبوه اهلو من البات نام على الطريق هادي حلوة يعني هادي طريق الادمان لهون مفي حل مين ساعدك احمد انت ساعدت نفسك او احتضنك المجتمع اهلك انا اجمالا اخدت القرار اخر مرة اني تفوت على اعمل ديتوكس حكيت مع شاب صديقيه وانا كان وضعي بالمرأ يعني لا قادر فوت مستشفى ولا شيء وضعك المادة اي وضع المادة اكيد اكيد مع شاب بعرفه قلت له واحد اثنان ثلاثة وما بدي اهلي يعطي فتت عمل ديتوكس وطلعت على المركز بعد شهرين اللي خبرت اهلي انو انا بمركز تأهيل وواحد اثنان ثلاثة عرفوا اهلك احتضنوك اي طبعا كانت السقة بيني وبان خيلي كبير كتير رايحة بالمرة رجعت السقة مبنت مبنت السقة حتى مع امي احمد هلا انت بالمركز بعد شهر رح تطلع المركز طبعا ساعدك كتير وكتير مهم انو اروح عمراكز تأهيل ونعترف مشكلتنا لانو في مراكز بتساعدنا وهيدا شيء الحمد الله كتير منيح بعد شهر رح تطلع في واقع صعب كتير طبعا في بطالة في جوع في هجرة لكتير من الشباب في غلى في مجتمع عايش على اعصابه صحيح في بلد مش ماشي اصلا يعني مستعد تواجهه اه نفسيا انت اوي نفسيا مستعد بس انو لقلك مستعد كتير اكيد لا عشان ليه لا ما بحس حالي انو هلا انا اذا بظهر لا عندي شغل ولا عندي شيء انو اوكي ادي انا مثلا حضاين شو بتعمل ما بعرف بترجع للمخدرات لا اكيد لا عشان هيك نحنا المركز شو اللي بأكد لي انو اكيد لا اكيد لا عشان المركز وقت ما تخلصي انت تسعة شهر ما بيجي بكبك دغري برا بالحياة يعني احنا فوق بالتأهيل عالم مصغر عن برا عايشة بين جماعة وبان كل شيء انت بمركز جي سي دي اللي هو جسدي اللي هو مركز كتير عم بيساعد ناس وشكرا انو الليلة تعاونه معنا فبتحملي ضغط من المركز بتعيش صعوبات يعني تأهيل منو شي حلو يعني اليوم لو واحد يتعيش لا هو شي حلو بس شي صعب شي صعب مية بالمية احمد ليلي في كتير شباب عم بتتابعونا هني غاطسين بالمخدرات وهني اه او يمكن عم يتعرضوا او ممكن يتعرضوا او بفكروا انو المخدرات للأسف هي هروب من الواقع شو بتقولها الشباب انت هربت من واقع بس فتت بجحيم انا هربت من واقع ايه بس فتت على جحيم كتير اكبر من الاشي اللي انا كنت فيها شو بتقولها الشباب اللي عم بتتابعونا الليلة بدي قلن ما تهربوا للمخدرات عشان هيدا شي حيكون اول شي حلو لاول فترة قصيرة جدا بس اكيد حيتحول بسرعة لشي اضرب من الجحيم يعني عن جد حياة المدمن لا توصف وصف لي ايها بكلمتان وصف لي ايها بكلمتان عاطيني عنوان لحياة المدمن وجع بس ما فيها شي حلو يعني نظرة العالم لقلك محيطك كذا بتصير كتير سلبية يعني بطل حدا يقملك على شي يعني كل العالم بتصير انت ماشي هيك كله بزيحة منك دانيا استمع اول شي رأيك قبل ما استمع رأي الموجودين قصته لا احمد يعني قصة كتير عم نشوفها يعني كتار بيسير وانا بس بدي اقلو يمكن بالمركز قالولك انو اذا شي مرة تراجعت يعني لما انت وقفت وتراجعت هاي كتير بتصير المهمة تكمل انك توقف صحيح خبروك لان ايه هيدي ضرورية تعرف انو لا ما ضروري بحياتك مح تزبط معك التاني شي هلأ انت اللي خايفان منه انو توقع بفراغ بس عم بتقول المركز كمان عم بيساعدوك يلاقولك طبعا من شو خايفان بالتحديد يعني اذا ممكن هتلاقي هالمساعدة انك تلاقي الشغل انو مسلا خايفان اظهر من المركز انزل عالبيت يوم اثنين ثلاثة وعم بعمل انترفيوز هون وعم بعمل انترفيو هون وكذا طيب شهر واثنين حضاين مسلا طب بس هالشهرين انا قاعد بالبيت ما هم بعمل شي طيب هتضفت اللي انا عايشه مسلا بات اهلي هالمتطلبات تاعت الحياة كلها اخر شي شو بدي اعمل اذا انا بعد ما لقات شغل ما في مين يصرف عليي ما في كذا ما هم طلع ما عندي انكم انا لأصرف منه بس انت بالمركز محاط بس تطلع عند المركز سؤالي اليك شو بدك تعمل كمان لحتى ضلك تساند حالك وتلاقي السؤول عندك جواب لدانيا اه اعتقدت جوابت انا حتى قبل ما لاقي شغل مش هطلع من المركز هاي واحد اه اوكي يعني ضلوا محمي بالمركز لحتى دانيا بعدني مكودر انا بالمركز للاقي شغل حتى وقت ما لاقي شغل في عنا فترة بعد ما نخلص التسعة شهر هي الانخراط بسموها ثلاثة شهر حتى لو اشتغلت لوش ايه مجبور اطلع على المركز انا ثلاثة ايام اوكي ما بيكبونا بغري برا على الحياة بس دانيا الامان هل هو بس بالشغل؟ يعني نحنا تقريبا كلنا بنشتغل بس كلنا معنا امان وكلنا عصابه يعني احمد عم يربط عودته للحياة بالعمل بالوضع الاقتصادي بس كمان مع العمل هايدي شغلي بتلهيه بتصير يعني بتشغله وبتعطيله معنا بحياته انت رفيقك اللي يدلك بدا نخلق رفقة جديدة هول اللي تحاول تحالك فيه ايوه شي مرة فكرت تهرب عليه عالمخدرات؟ اكيد اكيد انا انا ما كنت بافريقيا كان كان في انتراج معين من الناس ايه محيط من محيط لانه عم يهربوا من الفراغ من الملل لانه عم يشتغلوا عم يطلعوا مصاري شو بدون يعمل لو يتسلوا؟ بيروحوا بهيدا الاتجاه انا مامشيت معهم بس انت اي متى حسيت حالك ممكن كنت تروح على تعافل انا ولا مرة حسيت حالي ممكن انا بمحلات فكرت انه بعمل مثلهم لانه بطريقة معينة ترند لانه موضة ترند لانه ما في كتير مجال انه كون صداقات يعني متل كأنه شوي محكمة بهول الناس تعمل رفع بدك تكون ضمن المجموعة مقبول مية بالمية ضمن المجموعة بس انا حسيت انه لا بفضل كون لوحدة على انه ما كنت لوحدة بمحلات كنت التقي معهم ولا مرة تعطيت عليه لا ابدا اسعد اسمعت احمد باسغاء اهم شغلي بهالموضوع ان كان احمد او اي وحد يرائب اولاده انا كان الهاجس الوحيد بحياتي انه اولادي ما يتعاطوا مخدرات قعدهم شربهم ويسكي وعرق والبديكية واكلوا شربوا حيات اللي بدهم اياه بس مرقبهم على المخدرات يعني بقلك بتروح فتش فتش تحت التخت بالغزانات للقيت شقفت لا شعفي لقيتها طشطة باولة بحدا من الولادي برا ابنك او بنتك بنتك معلش بيغفلي مع الرفقات كيف عرفت؟ حدا قل لي انه هاي البنت اللي بنتك تمشي معها وضعها كذا 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 طليت رائب وفتش وبحبش بالاوضة بكل شقف لقيت شقفت سيكارة حشيشة هاو دي بيستعملوا هوني كاللويد بيسموه لقيتها هون بل قطشت اللعبة قطشت اللعبة قطشتها من العلاقة مع هايدي البنت نعم بتعالش مالا. في مية طريقة ايه اللي هون آآ علي انه بفل. فلايت كان عمري خمسين سنة. ما رحت وراحت على حيات كتير مغيرة. مم. رجعت عالصفر. انا ما حطوني وزير سقافة بامريكا. انا حطوني اشتغل ب ب ب اش بسموه? يعني بسوبر ماركت. مم. وبالعشي بالليل تكنس المحل ونطفه ونظف حمامات. انا هيك اشتغلت بامريكا. مم. عملت عدة تشغلت. بس هاي شغلي مش شغلت. بس قررت لانه بدي يلاقي وطن بليدي. مش تقلي. انا صار عمري خمسين يعني انا صرت عراس طرابوت. صار بدي انزل. في عندي ولاد عم يطلعوا. لان ولادي لو ما طلعوا من هون رح يفروحوا على المقدرات. كانوا رح يروحوا على المقدرات. عكيد مية بالمية. عبير. كيف قادرت كملت? اتقلمت. يعني عاشت اتقلم. ما ما حطيت الهم قدامي. تحت الهم هو يغلبني. شفت انا لقيت هيدا الوضع مشكلة. فانا قررت انا بزيتي. لقي حل لهاي المشكلة. شو حل لك? عطيني الحل? انت شو لقيت حل? انا عم عم مكمل شغلي. عم بغير روتين حياتي. عم بغير كتير بحياتي. تقدر اتقلم بهذا المشكلة. عم تكمل شغلك؟ اكيد. كميح انك ملاقي شغل فيه. لا بس انا عادت فترة بلا شغل. لا انا عادت بلا شغل. اي انا عادت بلا شغل. لدرجة انه رحت قدام الطلب تنظف مدرسة. وصلت. اي نظف بمدرسة نعم. شو تنطفي يعني تنسي وتنسي. اكيد نظف المدرسة بعد ما يفيلوا الولاد. لانه الشغل مش عاية. اشتغلت اي اخدتي 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 ايدي الشغل. لا لان رجع ايجيني عارتين لان كنت عم بقدمة عدة محلات. ما استسلمت. بس عنا هون بالبلد حالة استسلام غريبة. بدي اسألك سؤال بما انك قلت انا. بس في حالة استسلام عبير بما انك انت حالة استسلمة علي. رعبة نعم بحاوي. انا عم بتاقلم ومعن بستسلم. تستمر هناك. لا فهاية مشكلتنا ان التعود على الوضع هو استسلام. دب سو في ايض اه اهامل غير التعود على الوضع. هي مشكلة هي مشكلة. هي مشكلة لان انا. لانه انا لما انزلت ب سبعت掃ش اشعرين انا كزا حدا من العالم اللي متلي. كان في بالمقابل شباب بعمري. انا رفيقي بالحي يضحك علي قليلة انت اهبل قلتها تغيره. ما هو المشكلة بالعكس أنا بدي خير كمين بس هلأ شو بدي أعمل؟ لما أنت لحالك بتقولي أن أنا شو بدي شو فيني أعمل وغيره شو فيني أعمل ما هيك خلصت سبعتاش أكيد وأنا صار علي خيبة أمل علي أنا مستسلم أنا كنتم هلأ مستسلم بس هلأ شو بدي أعمل؟ مشكلة نحن بهايدا الشعب أنه نحنا شعب مش مش أنه عملوه حالنا بس نحنا شعب مستسلم عشان هيك ما عم نقدر نغير علي مشلتنا أنه نحن نتعود نحن نتكيف يعني ندلنا نتأقلم يعني أنا أنا أول بقليك أنا ما بحياتي يعني مرة ممكن اضطررت أفتح حساب بانك مرة وحدة بس بدي أعلي أعلي أعلى لما صارت قصة البنوكي أنا شخص ما عندي مصاري بالبنوكي بس أنا حدا ما قدرت استوعب يا عم إذا واحد أنا إذا عندي مليون دولار بالبنك مالجلطة كيف تضعب ببيتي وما هي مصاري بالمرة يعني كنت أنا تعبين كل حياتي لو وصلت للقمة رجحت هيدا بروح شو بتعمل؟ يعني يمكن إلجأ لماحل لأشياء إنه يقول ما strengthens شو اللي مانع الشعب اللبناني شو اللي مخدرنا نحن اليوم منهبين ماسوريين الاحزاب والطايف ممنوع التأقلم ممنوع التأقلم شو منعمل ؟ شو منعمل ممنوع التأقلم حكت على الأحزاب والطايف نحن مكبني رابعة 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 شو ما كان شو إلا متلما حضرتها قيلت روحها منحيل لشي مصرياتك وين إسعاد مصري بالبنك ايه طيب انت متأقلم معناتها انت ابنان. انا مش متأقلم. انت موافق انه ينهجوك. انا مش متأقلم. انا مش مش فايلة منها. انت يعطوني ايام. عبير مانا مستسلمة. عبير عم تتأقلم بواقع حقيقي صار لازم اللبناني يتعود عليه. راحت بدا تشوف مدرسة لتنظف فيها حمامات. هيدا لانه انساني بتشتغل ومسؤولي عن حالها. هي الليلة ماشي حالك انتو عبير. انا انا متفق مع رفضت كرتون تلقعاشي. مش لانه مش انسانية. لانه ما بدا الناس تعتمد. بس انا المشاهدين فكروا في خلاف شخصي. بس بدي وضح شغلي. لما الانسان يتأقلم مش يعني عم بيستسلم. لانه لما يتأقلم ويقدر ينقص حاله. بيقدر ينقص غيره. طالما كلنا عم نغرق ما فينا نساعد حدا. بتساعدIl. انقزنا حالنا. انقزنا حالنا. راح بيجي وقت. وبينجي وقت كل واحد واحد بي ننقص حالب. لحظة. اذا كلنا عم نغرق وعم نسرد ببعدنا لتحت منسير كلنا تحت. ما بقود في حدا نعم بيقدر يساعد التاني. لما انت بتكوني عم بتساعدة حالك بتقدري تساعدة غيرك. مساعدتي حالي. لابن اسمع علي كلود.أني أصلت تلgot. شخصي على السعيد بشكل عام بمصلحة البلد. قلتلك بالأول أنا متفئلة. أنا متفئلة. فكرتك هي نسبية ما فيك تعتمدية. بس أنا شخص مستسلم وبدي سافر. ليه؟ ليه؟ لأني أنا ما قادر أتأقلم هون. أنا لو قادر أني أتأقلم بهيدا البلد كنت متلي متل غيري. ما أنا عم بشتري. أنت يقصت أنه الشعب قادر يغير. يقصت أنه بعد قادرين انثور. مش بس هيك أنا يقصت أنه الشعب. أنا مخدر. أنا أكيد مؤمن أنه شعب مخدر. لأسباب طائفية ومذهبية. لكثير أسباب. وجزء منه فاسد. التخدير هو سبب. وأنا عدم قدرتي على أني أتأقلم بهيدا البلد هو سبب آخر. لأنه أنا مستحيل. أنا أقبل. أنا بحترم شخصي وبحترم نفسي. أنا مستحيل أقبل على حالي أني أتأقلم بهيك مجتمع بهيك حياة عم نعيشها. بالذل العملائي. ما يبقل عنه أنه حياة. جريمي إذا بيبا. جريمي إذا بيبا. شو اللي عم تعملوا يا استاذ أسعد أنت مثقف أنت فنان أنت لازم تبعي الناس تجي على لبنان. عوز بالله. أنا بجيبهم على المشنعة. أنا بجيبهم على البهدلة. أنا بجيبهم على الزلم. إذا إحنا فلينا لمين بنترك البلد. لمين ترك البلد المفقف؟ مفقف. يبعى السياسي ولا المفقق؟ ما رح تفرق إذا فلينا ولا بينا. لا لا المثقف أطلوب أنه هو بيبقى. مش السياسي اللي بيبقى. فيه. يا اسعد عبر التاريخ اللي اللي حفروا بالتاريخ هن المثقفين. هن الشعراء هن الفنانين. تحت التاريخ. بها تاريخ هيدا البلد. بارجيني حقه بوحدي. نعم. حقه بوحدي. هي كان هيدا البلد فيه وطن. ليش انت اليوم بلبنان? طالما انت عم تهلأ. انت صرف شرحة ميت مرة. انت هلأ وين? انا هون. ليه? ليه هون? ليه اليوم بلبنان? انا اجنبي عم بشتغل بالبنان. عندي شغل لانه. عندي هلا هلا هلا. عندي عرف. طالما هالاكل انت بي. لس لحزة لحزة. طالما هالاد لحزة. بس فاطر بيقلك انا اجنبي بلبنان. ما عم بيزعبوا انا من البلد. يا عم سماس يتكمل في تلكيلة. الهة كفر. انت طالما هالاد نائم ع هالبلد. ما لازم تجي عليه. لا. بيضع برحيلة. بيضع برحيلة لبناني عم بشتغل بتحاول. عم بتقول على التيفي هلا على التلفزيون عشاشة. يا جماعة فلو ما تجوح. فلو. بتشجع. يا جماعة واني كاميرتين. فلو. الت على الجديد انا من فترة طلعت بالكاميرا وقلت له اللي عند ولد. يدبروا يخلي فل بكير. اسعد انت عم بتقول كلام كتير كبير. نعم. وكتير خطير من الفنان. الناس بتلحقوا. الناس بتحبوا. انت ممثل. انا انسان. انسي عن الموثل. تركته 15 سنة. كانسان. واتبهدلت. كانسان لخلي اللي عندي المسؤول انا عنهم كانسان. هن يصيروا ناس. وصاروا ناس. بدك تقول شي لأحمد لانه بدي اشكر احمد طبعا على وجوه. رابع. انا شاب فقدت الامل قلت قبل شوي. انا ما بقع عندي امل بالبلد. وفقدت الامل كل يام من البلد. بس انا يعني بناشد احمد وبناشد كل الشباب اللي بعمر احمد واللي بعمري انا ما يلجأ لهيدي الطريق بتاتا لانه هي منا حل. بتمنى كل شاب فائد الامل يفتش وين في امل ويبعد عن هيد الطريق. بليز 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 وشكرا. شكرا ابراهيم. العرار بايدك. العرار بايدك. طبعا. انت واعي مشكلتك وانت عشت. انت عشت الالم. ما ترجع تعيشه مرة تانية. احمد الله يقوي. اللي عملته كتير مهم. كتير جريء انك قررت تروح على التأهيل. قررت تطلع معنا الليلات لقول تجربتك للملايين. واكيد رح تقطع هيد المرحلة. ولو واجهتك الظروف الصعبة لازم تكون قوي. لازم نواجه. شكرا احمد. هالشعب المكتوب عليه يعيش حروب وازمات وانكسارات. كل مرة كان يواجه ويتمسك بحبه للحياة. علمنا العالم دروس بالنضال والمواجهة والصمود. بس مثل يلي عم نمرق فيه اليوم. ما مره. عايشين عقصابنا عم نجرب نكون قويه قدام ولادنا قدام لي منحبهن. نتوقف مع فاصل ومنكمل. بعد الاعلام. اللي عادي ما فينا نسميها عايشة. يا عمي انا شفت بعيني. اكل ما معن ياكلوا. مشاهدينا مكملين فوق 18 وكلنا عقصابنا بشكل عام الانسان قبل ما ينام بيكون ما عارف شو ناطره. لكن المواطن اللبناني قبل ما ينام بيكون عارف شو ناطره. عارف انه للأسف ناطره الأسوأ. هيدا هو الواقع المرير. مع منا عم نوصف الأشياء وعم نحكي الأمور مثل ما هي عصوت عالي. بدي مشاهدينا تشاركونا على هاجتاك فوق 18. والسؤال هو هل الشعب اللبناني صار مخدر أم بعده واعي شاركونا بقراءتون. رح نكمل هالحوار ونتابعه. بدنا نستقبل كاتب وممثل قدير عاش ظروف الحرب. وبعده عايش بظروف كتير صعبة. استاذ صلاح علي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا سلام. استاذ صلاح انت من مؤسسين فرقة أبو سليم الطبل. انت إنسان عطيت للفن اللبناني. عطيت للمسرح. عايشت أزمات. عايشت حروب. حضرتك عملت مسلسل. كان اسمه وآخرت. وكنت أخذ فيه يعني إني أنا مارد. بطلع من فانوس سحري هدا. وعلى أساس كانت فيه أوضاع بها ديك الأيام كمان شبيهة بهالأوضاع هايدي. بس بش لهالدرجة. اللي عم نعيشه اليوم أصعب؟ طبعا أصعب كتير هالعيشة. هلا هايدي ما فينا نسميها عيشة بقى. شو بتسميها؟ أنا بقضل الإنسان المحترم واللي بحبه إيش بكرامة ينتحر. أف استي السلاح، كلام خطير. نحنا اليوم كلنا عايشين بلا كرامة لأنه كلنا عايشين تحت سلطة ومنظومة فاسدة عم تسرقنا عم تنهبنا يعني مسيطرة علينا ماشين متل قطيع ورا زعمة ورا طوايفنا. مزبوط بس هايدي كرامة بس في شغلات في بادي يعني أجسام بتحمل وفي أجسام ما بتحمل في عقول بتحمل في عقول ما بتحمل. أنا أنا ما بقصد الإنسان يلي يلي بيكون عقله ريكز وبعد للعشرة أكيد هذا ما راح ينتحر. مين اللي بينتحر برأيك؟ برأيي بنتحر بحكي صون فصون يعني بحكي. احكي الأمور مثل ما هي؟ برأيي البنتحر هو يلي يلي جبان مثلي. ليه عم بتقول عن حالك جبان صلاح؟ أنت انتحرت جربت تنتحر؟ لأني ما أقدر أحمله. جربت الانتحار؟ مرتين. انتحرت أول مرة وأخدوني مستشفى وعلقوا لي دعم وخيطولي عروقي بتحب يشوفي كمان. بشو انتحرت؟ لك بشو؟ بشو انتحرت؟ بشو حوالت تنتحر؟ عفوا في هذا السحاب في قلو لأنه محل اللي كنت. حد بمك. قلو حد قلو في منه الأدمين. قلو حد. ما بقفيني. يعني تعتذبت كتير لحتى قطعتهم هدول يعني. قطعت شرينا. نعم وبالمكان اللي كنت فيه لو ما فكروني ميت متت لأنه فقت الوعي وش اسمه فكروني ميت ما كانوا طلعوني. وين كنت؟ وين كنت؟ ما بقدر. ليه جربت انتحر؟ لأنه ما بقفيني أحمله. أي متى؟ يعني بتتنيني. شو كنت عم بتعيش؟ أنا بشتغل أساسي غير الفن مساعد جراح. نعم. وكنت عم تشتغل بمستشفى. صارت حرور. يعني بتعرف قديش حياة الإنسان غالية؟ أنت بتنقذ حياة أرواح. أنقذت الحمد لله كتير. بتشتغل بمجال هو؟ جراحة. أنا بتشتغل بجراحة نعم. بجراحة نعم. شو اللي وصلك للانتحار؟ شو اللي وصلك لتقول أنا بدي حط حد لحياتي؟ لأني كنت بأثنائها عامة عزب وعامة بهدل. عامة كان يعني بالحرب يومتها كنت. يعني متل سجن متل سجن يعني كانت. تاني مرة أي متها جربت تنتحك؟ تاني مرة. تاني مرة. تاني مرة ضربت حالي سكية. بس ما كانت ما كانت مأزية كتير. شغلة عائلية. مم. مم. أي متها؟ والتالي بالتسعينات. بالتسعينات. بس آخر مرة حاولت الانتحار وما قدرت ضيانة. بسمت عن الطعام حتى عشرة أيام بس ما قدرت ضيانة. أي متها؟ يعني هذه الشغلة من شي ما في سنة. ليه؟ شو الفنان عم بيعاني متل كتير فنانين بس شو اللي خليك توصل لمرحلة تقول أنا خلص ما بدي. اليأس. مين أخد لك؟ مين سلبك كرامتك؟ المد الأخيرة. يلي هاي دي اللي ما بق فيني إيش. مم. المد الأخيرة أنا عندي صديق. هو بيجيب لي العشرة أتعشى. عندي صديقتيني مشان ما يكسر بخاطري. بيقلي أنا كل يوم عازمك غصفن عنك عالترويق على حتى يخليني أتروق بالبات. لأني أنا ما بيكل بالبات. ما بيكل بالبات. مشان ما أخسر كرامتي بالبات كمان. بالبات بتخسر كرامتك. نعم إذا قال بالبات. ليه بتخسر كرامتك؟ لأنه ما عندي عائلي مظبوطة. وين وين ولادك وين عائلتك؟ عندي عندي عندي. وينهم؟ بالبات. بس أنا. الإنسان بيته ستره يعني. تنستر ببيتك. أنا من زوي. يعني غرفتي لوحدة. ليه؟ في مشكلة ولادك تركينك؟ ولادي. أنا ما بيعتبرون ولادي. أنا ما بيعتبرون ولادي. ليه؟ لأنه وقت اللي ربيتهم بدموع عيوني. إذا الواحد جرح قال أخ. كنت إشنق حالي ودب حالي. أنا هلأ إذا بموت. إذا بموت. أنا واسع منهم. هذالي اللي هم تقوليني اللي هذالك. أنا واسع منهم. إذا بيشوفوني بالأرض كذا بيعملوا حالهم منهم شايفيني. لا. لا يا أبو. هاي الحقيقة بتجرح. بتجرح يا أستاذ اللي هم بتجرح. ولا بتجرح. نفهمك مني. لأنه أنا كمان مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله أنا لنصفه. بالله تبدي. أستاذ صلاح ثلاث مرات جربت انتحر وضعك يعني. بدنا نظلنا متماسكين لنسمع قصتك لأنه قصتك مؤلمة جدا. بس ثلاث مرات كأنه أنت ما بدك تنتحر. بس بدك تقول. تنبي. لا 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 عم انتحر وعموصل على الشفة. بس هلأ هلأ بعدني. بعدني ناوي. بعدك ناوي؟ نعم. أستاذ صلاح أنت اليوم طالع ببرنامج قدام الملايين. بعدني ناوي أنا عمو. لا انت مش مسموح لإلك تفكر بالانتحار. انت منك مسموح لإلك. الحياة اللي عطاك هيها رب العالمين هي مش ملكك. صح. هلأ يمكن أنا صغير معي يعني شو بسموه العقل زيني بيقولوه. لا لا مش مش رح اقبل اسمع منك هالكلام. لا استاذ صلاح. مرح اقبل اسمع منك هالكلام. أنا اللي بدي أقلك يا في اليوم جمعيات بلبنان بتساعد الأشخاص اللي عم بيفكروا اللي عندهم إحساس بالإحباط باليأس الشديد محتضنهم. واللي عم بيفكروا بالانتحار وبتخليهم يتخطوا. أنا بدي ناشهد الليلة عبر فوق 18. فنان. إنسان. أعطى الحق للطبة. أعطى الحق للفنة. المسرح. الدراما. كتير من عمره. وقبل عيلي صار ثلاث مرات منتحر وعم بيفكر بالانتحار. استاذ صلاح بحاجة لمساعدة. بدي ناشهد جميع الجمعيات اللي عم تهتم بهيدا الموضوع. إنه تساعد استاذ صلاح لأنه مش مقبول الكلام اللي عم بيقوله. ومش مقبول اللي وصله استاذ صلاح. نعم. وصلت للموت فرضيا. فرضيا. قلت للموت. وطلبت مساعدة من النقابة. نقابة الفنين. أنا 40 سنين نقابة. وعمل كمان تعاضد. صندوق تعاضد. عأساسي سيادوني. وجمعيات. ما حدا هتم بالموضوع هنا. دانيا. بس اللي بهمني أول شي صير عنده دعم نفسي. أنت بتقبل حدا يدعمك نفسيا. يساندك شوي لأن هيد الحالة نحنا عادة ما منتركها. عفواني شوي. عفواني شوي. أنا كاللي بالمجال الطبي شوي. أنا بأيدك مئية بالمئية. وأنا وقت اللي بقول أنا نفسيتي منا مزبوطة. بس مجتمعنا ما بيتقبل هالموضوع. بلش يتقبل. دانيا هي معالجة نفسية. معالجة نفسية. وعم بتقدم لك على الهواء اقتراح أنه بتقدر تساعدك. وتدعمك نفسيا وترافقك لحتى أنت ترجع تكمل حياتك بسلام. اللي بيحاول ينتحر يعني بيكون عنده اكتئاب. والاكتئاب شغل الواحد بيقدر يطلع منه. بيقدر يشفى منه. أنت ما عندك بس ضغط اقتصادي واجتماعي. فيه أسس علائقية بالبيت اللي. لا عندي الضغط لدي. سواء الاجتماعي ده أهم عندي. يوم شو مشكلتك اقتصادية مادية؟ نعم. شو؟ قل لي. نعم، بدي عيش بكرامي. بدي عيش أنه أنه إذا فتت عبيتي يكون معي. قال لي لمرتي خدي عملي طبخة. فت عملي كزا. بدي عيش أني أنا عايش ببلدي. بدي عيش أني أنا عايش بلبنان. بلبنان بدي عيش أني أنا عايش بوطني. أنه أنا كرامتي موجودة. خدي يا مره خدي طبخي. خدي عملي طعمي هالولاد. خدي عملي كزا. أنت حاسس بالعجل. محس حادرتك عم تقوله؟ مادام رابعة أنا حنطف حالي. ليه؟ أنا أنت عم تقوله وعم تناشد جمعية تجي تهتم فيه. لازم نناشد أهل بيته ومرته وبنته ابنه وينكن؟ وينن؟ ما هو عبو المليئة كرامته ببيته. رابعة حالته للإستيرز. ما مريد؟ إذا القريب مهتم فيه. أو زمالية أهل بيته. ما إذا القريب. إذا القريب. حليق يا برّة. بصويت بحاجة لمعالج من أهل بيته قبل الجمعية. زوجته مريدة. زوجته وليه دولة؟ طب إذا القريب مهتم فيه. والبعيد عايش انتصال عن الواقع. في الدولة. دولتنا العظيمة. دولتنا. دولة المسؤولة. دولة المسؤولة. ثلاث مرات انتحر. انتوا دولة لازم تستحوا على حالكم. انتوا دولة مستهترة بأوجاعنا. وصلتنا لنصير شعب مريض عصبياً. شعب خايف. شعب غاضب. وأحياناً ناس في قدير للمنطق منوصل للانتحار. هيدا الكلام الحزين اللي سمعناه الليلة من صلاح. هو صرخة. هو وجع. ما بيقدر قول أكتر من هيك. متوقف مع فاصل ومنرجع. بعد الأعلان. أنا هلأ حسات انه رجعت لكارنتي بوجوده. في ناس بتواجه وبتجرب تلاقي حال. في ناس بضل عنده أمل تسعاله. في ناس بتنكسر وبتحس حاله ما بقى عنده رغبة بالحياة. من الأصوات العالية اللي بتجرب تخلينا نشوف الدنيا حلوة. ولو موقت صوت منحذبه كتير. منحترمه. النجم الفنان وديع الشيخ. نضم لقلنا بالستوديو فوق 18. يمكن كتار يستغربوا الليلة. ليه وديع الشيخ بحلقة اسمه على أعصابنا. وهو ببيع الفرح. وهو بريح لنا أعصابنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نجم جماهيري. وديع الشيخ. فنه لغة الناس وهمومن. هالبلد ما في دولار. والدولار ألفين وخمسين. مصير للجدل وين ما توجد وشو ما حكي حتى بحفلاته. كالرغم من كل شيء مصر يكون مصدر لفرح الناس. وديع الشيخ. رزق الله. ايه طبعا. هون كنت عم بتقول ألفين وخمسة دولار. وعشرة اليوم. خمسة وعشرين. والله يسطر لوين رايحين. لا 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 التقدم. انا ما رح علق هلا بعد شوية بعلق على الدولارات. وكيف عم تنصر الدولارات. وكيف وديع الشيخ كأنه عايش بحالة انفصال عن الواقع. ما رح احكي عنا. بس انت وديع بتغني بتقدم فرح. بتفرح الناس. لما تطلع بحفلة بيجي مئات وآلاف الناس. كتر خرج. انت سعيد لقدر تعطي هالسعادة؟ يعني ما. أول الشي. إذا أنا ما إذا أنا بدي أعمل متل ما عاملين العالم. شو عاملين العالم؟ يعني العالم مكتقبة العالم تعباني. مش حقة تكتبه وتتعب؟ طبعا حقة. ما في شي مقدم له ما في شي واصلة ما في شي. ولا ولا شي ولا واحد بالمية من الحقوق الإنسان وصل للعالم. نحنا عم نحكي نحنا عنا نحنا بالبلد. جربت كتير إنه إنه أطلع شوية من المود اللي نحنا فيه. ده الواقع ما حفيك تغيرين. طب لكن ليه عم نحكي طالما؟ ما حفيك تغيرين. صار لك صار لك أنت صار لنا بيحكوا لا سنة ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرين ولا خمسين. صار لنا نحكي آلافات السنين. شو منعمل؟ ننفصل عن الواقع؟ لا ما فيك تنفصل. لو بدي نفصل على الواقع كنت عملت مثل بعض الفنانين. ماني قاصر أنا أطلع أخذ بيت بأي دولة اللي كانت وقعد فيها أخذ عائلتي وأطلع. ها الفنانين اللي تركوا لبنان؟ بتلومهم إنتا اليوم وزينة؟ طبعا ليش ما بدي يلومهم؟ بس ما بيفكروا بحالهم. ليش ما بيفكر بحالهم؟ ليش ما بيفكر بحالهم لما كان البلد ماشي حالهم؟ ما عم تقول ما في أمل؟ طب عنده أولاد وعنده فقر. بتضلك بالنهاية هاي بلدك بيعيها يعني تأجريها مفهم؟ شو لازم تعمل؟ لا بدك تضحي هاي البلد قدمتلك هي اللي عملتك وهي جابتلك مصاري وهي عملتلك بيوت وعملتلك اسم. ليش يعني لما كانت البلد ماشي حالة تروح العالم تحضروا لهيدا الشخص وحطوا مصاري كان ماشي حاله لبنان ألف اسم الله ومشاء الله. إنه هلأ بس انتكست العالم صرت مضيح من الحال يوفيل لا بروح بشوف لي محل تاني؟ حتى لو صحتك هلأ جنسية؟ لو عشرة بالمية من اللي ضبيتهم انت من سارتك اللي عملتها من وراء أهلك وربعك بلبنان وزعها شوية ع هالفقرة وع هالناس المحتاجين. كين الفنانين ووديع اللي تركوا لبنان وأخدوا جنسيات وعاشوا نجوم وعاشوا بره اليوم عايشين بره عم توجهلون لهم يعني؟ عم وجهلون يعني؟ عم وجهلون طبعا عم وجهلون. طب إذا صححلك متل ما صححلون؟ صحححلي؟ ايه. أنا اللي صححلي. شو صحححلك؟ قل لي. أنا صحححلي اطلع من البلد واخد بأي بلد اللي بدي إياها أنا هلأ بوصل علي وشأتي موجودة والعيشة موجودة وشغلي شغال. شو اللي مخليك لكان؟ ما بطلع أنا بحب لها البلد. صدق أنا بحب. قلة وطنية إنك تطلع؟ طبعا أنا لخبرك شغلة. قلة وطنية قلة؟ طبعا. طبعا قلة وطنية وقلة قيمة وقلة كرامة للبلد. انت هون بطلع بعد فراش دولار ولا لبناني؟ لا أنا هون بطلع لبنان. وابلان؟ طبعا لش مش عابلان؟ مع إنك انت بتلعب بدولارات شمال ويمين. اي دولارات؟ شو هيدا اللي شفنايا كلوا شو هيدا. شو هيدا فيديو كليب هاي دولارات هيدا؟ شو بدك تقول؟ هاي مطمعا بفطاوكا. شو بدك تقول؟ هاي دولارات تزور هاي دولارات متصوريهم بالكلب شوية غيري من الموت تبع الكليب. وضيع الشيخ مستفز. بفرجة سيارتي، بفرجة دولاراتي، بفرج ساعاتي، بفرج سلحي، بفرجة الماركات. لكن لخبرك شارلي بس تشتري انت شي خليني خبرك شارلي بس تشتري انت شي اشتريتي ساعة من اول ناس بتفرجيني اياها فرجيها لحالي فرجيها لأهلي عادي بس فرجيها للعالم يعني انا معتبرهم متل اهل اوه شو هال شو هال تبريد زكي جدا انت لازم تشتري الساعة للك مش للناس حبيبتي انا شفتيني طالع انا عامل فيديو اقول له انو اعملوا معروف شفولي هالساعة حلوة لا بس ما مبينين ساعاتك للصولة توشو بحطها بشايبتي بشيلة وبشوف قده الساعة اني برجع بردة وديع نحنا اليوم بوضع اقتصادي يعني الساعة بتواخذني طبعا انت حقك تعيش وانت حقك تشتري ليه بدك لانه مش فاسي انا من الناس اللي ازا قادرة بعمل الاضواء مسلطة عوديع الشيخ بس لانه انت بتحب كمان لا لا مخص ما بيت ما بقى كله بيعمل وديع بوضع مأزوم مثل اللي نحنا عايشين فيه احل ما قادرين يلاقوا حليب ما قادرين يلاقوا دواء السهر يعني السهر حلم شو انفصال عن الواقع السهر لايكي هلا هيدا حديث لايكي جامعة السهر هلا واحد مش رح يكون بعاجي ببيته لخبز يقوم يروح يقطع الخبز وروح يسهر فيه جامعة السهر دماعه مصاري يروح يسهر ما فيك تحطي هاي مقبل هاي ليه بتدخل اراء سياسية بالسهرات لك ما هو البلد كله انتزع من ورا السياسية شو انتزع من وراي انا بس شو بدك تقول يعني انت بتحس انه عم بتقول شي لتأثر لتواعي الناس طبعا هيك بس لايتسلوا الناس مخدرة بعدها ايه بس سهرانين كمان جزء منو المخدر لا 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 تعطوا مخدرات سهراني عملي سهراني عم يروح يسهر او شربان هيدا همه يروح يسهر وروح ع بيته ماشي حاول بيقدر يسهر هيدا مخدر كمان هيدا مخدر بس مش مخدر متل اللي قاعد تحت البات مموعه ربطة خبز هيدا عم يسهر عم يدفع حق شامبان عم يدفع حق دخولية عم يدفع حق ارقيلة شو اسمه هيدا شو اسمه مش الفصال عن الواقع بس مافيك لا لا ما خصي الفصال الله يبتم هيدا زالة بموعه مصاري لا بيعالش مافيك انت كمان تتحطي كل الناس من بالبعضة سوري كأنه عم اللوم هود الناس كأنهم هن حق الازمة اللي عم بيروح بيسهر ولا هاو دماؤهم بشارية انا ماعمل لوم بس كأنهم عم بيصير في لام بالموضوع كان حق علام بالازمة عفوا بكلمة انت يمكن قطة تروح 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 يسهر يروح يسهر حق الف دولار في ناس بتروح تشريها بدولار وتصرف البقايا عشي تاني بس في ناس ما معها تاكل اكل يا عم انا شفت بعيني اكل ما معهم ياكلوا بيناموا بلا اكل مين بعد بنام بلا اكل يا عم وزيع انت كانسان لبناني رفضت تهاجر جاك عروض رفضت تسافر موجود هون انت عايش مرتاح عايش مرتاح كيف من اي ناحية نفسيا مبسوط نفسيا لا ماني مرتاح اين شو بتعمل لانه كل شيء حوليك غلط تهرب من الواقع عبر الفن لو بدي اهرب اهربت تهرب من الواقع عبر الفن ما عم قللك عبر الفن لك انا بالنسبة للفن انا فضل انه هلأ عمزيت كميات الحفلات لحتالي شوي العالم تضلها مم ما فيك تقطعي خلص انه والله اذا هالبلد حل من الحلول برأيك نزيد كميات مش حل بس ممكن تنسي العالم شوي يعني بدل ما يقعد اربع عشرين ساع يفكر باللي هو فيه فكر له اربع خمس ساعات باللي هو فيه انت عم تعيش ازمات يومية كيف تقدر تعيش هيدا الازمات وبالليل تطلع تطلع تقدم فرح غبرك شغلة هذا اللي بيطلع بيقلك والله انا عايش ومش مبسوط ومش كزا المال بهالحياة نحنا الوضع اللي نحنا وصلنا له هو اللي عم يجيب السعادة هو اللي عم يجيب الفرحة هو اللي عم يغير لك حياتك هو اللي عم يغير لك اتجاهك بهالدني انا برامة ثلاثة ارباع الدول العالم برامة فيها بس يصير عندهم اي شي الدولة بتروح لعندهم للجماعة لاي شخص ببيته بيقولوله تفضل هو مع الشهري تاكل وتشرب عنا هون بالباب لا انا عم بحكيك بمنطلق انه المصاري هون بالبلد اذا معك مصاري ممكن تعيش ما معك مصاري ما حدا بيسأل عنك بتموت عالشارة ارجع على موضوع الحلقة احنا عم نحكي عقصابنا الشعب اللبناني اليوم موجوع جزء هاجر جزء عم بفكر بالهجرة والمشكلة انه اللي هاجروا او اللي عم فكروا بالهجرة هنه عم بفكروا عطول يفلوا انت قلت من شوي وديع انه انا صحت لي جنسية وصح لي وما اخدتها اسعد رشدان فنان تخلى عن الجنسية اللبنانية اخد الجنسية الامريكية بيقول تسعين بالمية من الشعب اللبناني ما عنده انتماء بينصح العائلات اللبنانية اللي عنده ولاد انه يكون عنده بديل وطن بديل عن لبنان هو معتبر حاله مواطن امريكي بيشتغل بلبنان صح؟ اذا انا حكيوا في وجهة مناقض لكلام خليني وضح شغلها بما انه انا هون بما انه عندي كلها بما انه عندي شغل هون ببقى هون السوق البطل عندي شغل بدي فل انت نجم بلبنان بامريكا انت مش نجم انت هون بلبنان لمصلحتك انه انت ركن من هاي خليني خبر خليني خبر اشتغلت مسلسل هلا اربعين حلقة خلصت من جمعة عملت حساب مصريات اللي عبدهم بتشاك مسلسل لانا قابض على اشرين الف دولار عملت حسابتهم طلع قداش الفين ومية وخمسين دولار بدي ايكل بلد بيكل بتعبي انت عم تيكل بتعبي او بتعبك هلا انا عم بيكل بتعبي هاي البلد قدمت لنا هاي البلد قدمت لنا حبيبي هاي البلد قدمت لك عز وكرامي وقدمت لك انك انتر بشيني هاي ده كل ما خده معك لابد انت خفتن محدة قدم لك او دية ودية عند وادية انت أخذتن محدة قدم لك محدة قدم لك لا اكمتنا فين الي قدمب بي song شكل بيبط ايجا سير بيحبتك بلايش انا ببسبح لهم ببسبح اي جا انا بببسبلوا انا ببسبح لهم ببسبح اندني اذا البلد او اذا الناس اذا نحنا بدنا نكون بهاي الأراءات البلد بتنبيع بعد 24 ساعة أنا اللي شفته اللي عمره 50 سنة ما شافه وفيك تسأل كل الناس عني أنا هيدي البلد إذا أراءة بدي يكون متل أراءكم أراءة تاني يوم بتنبيع هاي البلد ما نباعت هاي دا الكلام هاي دا الكلام كتير خطير هاي البلد فيها عز وفيها كرام وفيها قدمت قدمت قدمنا شو هذا ودام هاي البلد بس تنبيع جايبتك بتنتلع انت منت من الجوع لأن بلدك ما نبيعت وما قبل التنبيع وما قبل التكون بأيد غيرك هنا خكي طرف سياسي حكي سياسي سياسي بدأت بيع البلد سياسي بدأت بيع البلد وديع بس أعود أعواج وإحكي جيليس اسمحلي وديع بس وديع عم يتهمكم شخص شخص أنا أنا ضدهم بإنتماياتهم أنا بدي أقول لحظة شوية لاя ما يتهمني ما هيدي المشكلة انه اللي عم بيقولوا وديع هلأ هو خطاب اسم كتير كبير من الشعب اللبناني اللي بيمثل فئة من هيدا شو بدك تقول فئة من الاحزاب السياسية الموجودة ما بدي قول بدي قول اللي قدموا تضحيات بهيد البلد العالم اللي عنجا تضحيت واستشهدت هي من كل الطواف مش من طايفي وحدة كنا مستقبلين رجال فنان عمره خمسة واثمين سنة بكة العالم هون ما دخل السياسية هون دخل الشعب اللي عندك انت هالي الشعان اللي ما بيفكر إلا بحاله وديع الكرامي راحت لما نوقف ننزل على البدية الكرامي ما راحت عند الكل الكرامي راحت لما واحد فنان عدم مين موجوديا الكرامي كرامي مش ما راحت عند الكل الكرامي فعدتها بعض الناس لأنه صارت المصاري مغطاية عهجها لحظة إبراهيم ما فيني اسقدة على هالنقطة وين الكرامه وقت الإبراهيم ما عم بيلاقي حليب لابنه يتعشق كرامه وقت اللي السوا reviewed وقت اللي سلا ما قادر يجي عمل رفل في حولهم بعضها نحنا أنا عم بحكيكي برجع بأكدلك نحنا في بلد دولي عنا سفر هي اللي وصلتنا لهال صح كتير منيح أنا ما قيني بالدولي أنا قيني بالشعب تير وشعب قادر يساعد الناس أكبر رؤوس اموال بالعالم لبنانية انت عم تطلب لكين من الشعب عم تطلب من الشعب اللي قادر يساعد يقدم عشرة بالمية من اللي يضبه يعمل محل الدولة طيب شو بتعمله؟ لا نبني دولة طيب ما الدولة مش سعلانة يا وديع نبني دولة نبني دولة منشتغل بس عدل لحظة منشتغل لنبني دولة جي سندي الابتراع يا وديع اول شي فيه فيه حالة وعي عام فيه ثقافة بدنا نبني دولة ما فينا هيدا الحديثة عم تحكي انتي ما بيصير بحياته شو هالحكي؟ ما بيصير اذا بتسمع هالحكي انا هلأ بفلس لك ما بيصير ما بيقبل اسمع هالحكي انا في اطفال حبيبتي بس لخبلك شغلي بس اذا بتريده فيه مرسوم بيوصل متل ما مكتوب هيدا المرسوم بيصير عندك نص انتهى البيان لا بيهمهم لا انت ولا غيرك ولا انا ولا حدا الحوار اللي عم بيصير هون هو اكبر دليل انه نحنا شعب منهار نحنا شعب على اعصابنا نحنا شعب مخدر مخدر بعضنا دانيا انت اليوم استمعت شفتي حالة كلنا على اعصابنا ودي عم بيهز هو يحكي علما انه وديع بيقدم فرح للناس بيجي على حفلاته مئات وآلاف الناس بس لا تفرح مزبوط وشهدتي على الحوار ويمكن لا تنسى شو لست شفتي من حواري انا وديع من حوار وديع مع الاشخاص الموجودين يمكن منه مهري اعصابه قد البقاية كلهم لانه هو عم بيروح يعمل هاي دي مهمته بالحياة العطاء بريح ايه هالغنى هالكذا ما هيدا علاج لما الموسيقى والغنى علاج والغنى علاج ايه طبعا طبعا فكمان هالناس اللي عم بتروح تحضروا عم بيقول يعني يمكن في منه الناس صالهم خمس ستة شهر ما داروا ساروا ما فينا نلوم العالم اذا بده تظهر تاخد نفس او نقول يه كيف عم بيظهروا وغيرهم عم بيموت الجوع هاي دي كلنا نحنا عم نجرب نتكيف مع هالكترة الضغوطات اللي بتلاقيه منا مهري اعصابه كتير اللي عم بيقدر يحكي بدون مي يحتده بدون مي يفور هاي دا بكون عم بيشتغل عا حاله وين هاي دول انه بده شغل على حالنا رابعة يعني من صلنا سنتين نحنا معالجين نفسيين عم نقول يا جماعة هتموا بحالكم الظروف حوالينا كتير قوية يعني اللي عم تعمل شيرين دانيا هو يمكن صحي وسيلة تكيو شيرين انت بتروح بتصهري عند وديع بتروح بتصهري انا مرة رح تصهري انا مقررة تروحي قريبة ليش لا طب انت اللي بتعملي انت عم بتحسي عزو ما يقولك انت بتحسي انه اللي عم تعمليه شيرين هو وسيلة من وسائل انه نحنا عن جرد ما نكون عقصابنا نجرب مش ما بدي قولنا نفصل عن الواقع نجرب نتقبل هيدا الواقع واذا كنا قادرين نعيش نعيش لحتى نلخط بجلدنا مثل ما بدي قلتوا طالما قادر عيشوا من تعب ومن خيري مش من تعب حدا تاني ليش لا روحوا بسهروا بظهروا ببسط حالي وبفيد غيري متل ما قال وديع بفيد غيري بس انا بدي نوه لنقطة عشان ما تفوتنا عقصة الكرامة يعني احنا الليلة بهالحلقة بهالجلسة الحوارية مع الناس وعالمشاهدين عالسوشيال ميديا وببيوتهم نحن عم نحكي واجع انسان واجع الشيعي هو واجع السنة هو واجع الدرزة هو واجع ابن ترابلوس وابن المتن وابن كسروان وابن الجنوب وابن بعلبة براهيم وديع فات على الحلقة ودمعته بعينه قلت له وديع شو باك او هو بالأحرى هو لحاله حكا قال هالزلم اللي كان قاعد قابلي انا ما تحملت يا وديع اذا انت ما تحملت هيدا زلم يقدم فن لهيدا الوطن نحن بكل بلاد العالم اللي بيقدموا فن يحترموا وبيضل الانسان بيهتم فيهم لا يموتوا اللي وين الكرامي اللي عم تحكي عنا واذا انت دمعت على انسان وصدر خفص وانسان مفي كرامي يسألك انت ما عندك كرامي يا خيى عندي كرامي انسي بسألح لاح ما تمرر لي انت عندك كرامي انا عندي كرامي انا عندي كرامي كم يوم بهاد البلد عندك كرامي ما تمرر يا حبيبي عندك عم تنمسح 조ليت بلا كرامي انا بكرامي انسي انا كمواطن بسألح سألح ودعم رحنا عمترا انت من شوي كانت قاعد فوق عم بتشوف مواطن لبناني فنان من عطى وقدم في النين مثلك انت يمكن هلا الله منعم عليك ما بنعرف الزمن كيف ان شاء الله لا اكيد ما بتستاهل الا الخير وديع كان دمعتك بعينك وخبروني انه طلبت من الشباب انه خبروا صلاح يبقى استاذ صلاح العالم عبيلة تتشوفه انا ما بدي تشوفه بره انا رابعة عبر الهوى معي انا عبر الهوى معك اي انسان اتفضل بحاجي لاي شي بهالدني هون بهالبلد انا جاهز لاي شي بدوني اي اي لبناني والله هاي والله انا اي انسان بحاجي لاي شي انا جاهز استاذ صلاح استاذ صلاح عائلتك مش حدك مجتمعك مش حدك بس مش كل المجتمع طبعا في ناس في اهل الخير انا بدي اقول كلمة قبل هلا افضل اعود اعود انا هلا انا هلا حسيت انه رجعت لكرانتي بوجودكم لا استغفر الله حسيت انه رجعت لي كرامتي بوجودكم انتو انت كرامتك موجودة ولا بيعيش اللي بيهنلك كرامة طول ما في ناس بعدها بتحفظ الكرامة وعندها كرامة ما بتقبل انسان متلك ينهان ويوصل لهيدي المرحلة انا سبق وقلت لهم الفنانين اللي عنا اللي عبوا جيبهم من خير هيدا البلد مش من خير غيره عشرة بالمية من اللي ما جامعوني بس هيك يوزعون شوية على العالم الفقيرة كانت الناس بألف خير والستي صلاح انت انا سمعت سمعت انه من شوائك انه عم يحكوا انت كل شي ممكن بها الحياة الله لا يعيزك لحدا المعازي غير لربنا مازلة انت بهيدا بهالحياة من هلا لاخر يوم بحياتنا اي شي بتعوزه انا شخصيا كوديع الشيخ انا رأي بتسديدي انا لامثالك انا بتمنى اوقف حد منه لانه انا الي شرف شرف للي هذا انه اوقف حد انسان اذا انا صارلي عشر سنين بالفن اليك خمسين يعني قال له اكبر منك بيوم افهم منك بدهر انا الي شرف انه شو ما بتعوز بهالدني انا تعتبرني ولد من ولادك وامثالك كمان نفس الموضوع انا عم عقولها على الشاشة قدام الناس كلها سوا انا بيومي انا بيومي طلب عنده اصابة بيومي طلب اللي حكيته وديع بس والله بتؤمر اللي حكيته وديع تحترم جدا على استيسال حبد اسمع منك كلمة لانه وديع مش بس هيدا منحله برا الهواء لقاله وديع بده يغني لك كمان لا يفرح لك قلبك وانا معك بس انا موجود وربنا دخيل اسمه وديع معاك وكلنا معاك والمشاهدين الليلي اكيد كلهم معاك وحتضلك عايش ان الله راد ميت سنة الله يعطيك العمر تعيش بكرامتك وبيعزة نفسك وتعيش فرحان ما بقى بدي اسمع منك اليأس وديع شغلته ويفرحنا مهيت انا هلأ انا هلأ انا هلأ بوجوده بوجود الاستاذ وديع ووجودك وجود الموجودين الله يخليك رجعتلي كرامتي مية بالمية وما نبغى سألنا عن حدا كرامتك موجودة بوجودنا وبغيبنا ما لك بقبنا جميلة عطونا الميكرو بس لحظة عطونا الميكرو يلا على الله تعود على الله يا ضايا في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايا في ديار الله من بعدك انت يا غاية ما لي أحباب غير الله ما لي أحباب غير الله 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 وديع الشيخ وديع الشيخ شكراً كتير لأنك كنت معنا الليلة شكراً كتير استاذ صلاح خليك قاعد انا بس بدي اقول للمشاهدين انه لحكيناء الليلة يمكن فشة خلاق يمكن تنفيسة يمكن صرخة يمكن ما نوصل لمطرح بس الاكيد انه الحكي عصوت عالي هو فتح قوة بجدار الوعي والوعي اليوم كتير مطلوب كرميل ما نضل نرجم حالنا ونقول نحنا شعب مخدر اصبحوا على الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر